أعزائي المشاهدين أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلاً اليوم في عنا ضيف مميز بالحقيقة هو الملحد الكبير اللبناني دانيال عمرو خلونا نرحب فيه أهلاً وسهلاً فيك أخي دانيال بسعني مساك وكل الهلا فيك وبتشكرك على الإضافة الجميلة أهلاً وسهلاً فيك يا أخي دانيال نحن تعودنا يعني نبدأ ببطاقة تعريفية بالبرنامج فياريت تعرفنا وتعرف جمهورنا على دانيال تفضل يعني هو الكابتن دانيال عمرو من لبنان مقيم بأوكرانيا من خطرة أقول طويلة شوية بيزنس حر خلينا نقول أنا ما بين الإلحاد واللا ديني يعني أنا متأرجح ما بين الإلحاد واللا ديني يعني مش ثابت بعدني رغم مني إلي فترة كبيرة من هذا الصراع يعني ما يعادل خمس سنين بس لا أزال بمرحلة البحث وفيني أعلن نفسي ملحد ملحد يعني أنا بلاحظة باللحظات برجع بحاول سير المؤمنين وبلاحظة باللحظات بتلاقيني عم هرجم بشراسي المؤمنين فبس نعمل الأسلوب الإزدواجي لآخر يتقبلك كيف يعني إذا قلنا نقول جون مسلم لنقول جون أنا ملحد جون للوهل الأولى سيكون عنده حالة نفوذ مني ملحد كلمة قيلة بالنسبة للمؤمن كلمة قيلة بس إذا قلنا نقول للمديني يعني أنا مؤمن بوجود مدبر لهذا الكون خالق لهذا الكون إلى آخره من هذه السينما يعني فممكن يتقبلك ويسمعك فخلان قول دانييل ازدواجي بهذا الموضوع قررتناك بتلاقي ملحد قررتاً بتلاقي نوع لا ديني هذا الموضوع مجرد لا يتقبلنا الآخر لا أكثر ولا أقل ويسمعنا الآخر لا أكثر شخصية عادية موجودة بالمجتمع تشتغل بتاكل وتشرب لأن الناس ممكن مفكرين الملحد مثل ما أنت ذكرت بأحد حلقتك أنه مخلوق فضائك لا شخصية طبيعية بيحب بيكره رغم أن الكروه قليل عنده يعني يحاول عطيول يتعامل مع موضوعه بإنسانية أو يخلق الإنسانية قبل أي شيء تاني بإختصار شخصية طبيعية مثل هالناس تضحك، تمزح مثل أي فرد موجود بالمجتمع هذا دانييل الاسم حتى بعدين يقول لك يهودي ومسيحي مثل ما يتهموني أنا اسمي أساساً محمد هذا الاسم بي أعطاني لأنه بي لبي اسمه محمد فأطلق علي الاسم ليس من اختياري فوقت اللي قررت أني غير كل شي فيني حتى ما أعتقد من دين قررت حتى أني غير الاسم اللي أنا ما اخترته أساساً لذلك انت قالت من دانييل من محمد عفوال لا دانييل وأنا من خلفه إسلامية طبعاً هذا دانييل في شكل عام يا سيدي أهلا وسهلا فيك على كل حال أنا بنصحك تكون ملحد يعني الملحد له الفخر هذا رأيي الشخصي طبعاً له الفخر على كل حال أنا راح أسميك أهلين أبو محمد يعني بكل عم بتدمرني هيك بس أنا بنزح طيباً يال إذا يعني هيك تحدثنا عن قصة انتقالك من الإيمان خلينا نقول للدينية أو الإلحاد مثل ما وصفتها أنت يعني شو المراحل اللي مريت فيي وين وصلت بتدينك خلينا نقول بالمرحلة قبل بالإيمان اللي عندك مثلاً إمتى بلشت بالشك مثلاً كيف وصلت للحقيقة بالفضل بشكل عام كل متدين بشكل عام كل متدين عنده قوة يعني عنده حجم من المعرفة وكمية من المعرفة الدينية اللي بياخدها عن بيه وعن أمه عن أخته وعن خيه من مجتمعهم إذا الأب والأم ما علموا أبناء أبنائهم على الدين كفيل المجتمع يعلمهم الصداقة تعلمهم الرفقاء يعلمون فإذا ولد طفل ببات مسلم إنما أصحاب البيت الأهل ما علموا الإبن كفيل بس يخرج إلى المدرسة إلى الشارع إذا كان مجتمع إسلامي يتلقى هذا العلم أو إذا كان مسيحي يتلقى هذا العلم أو إذا كان يهودي وحتى إذا كان مجتمع ملحد فأكيد الطفل سيربع على أفكار إلحادية الدين بشكل عام تلقينا من أهلنا بيّ أمي وبجرنا تحيي كتير كبير يعني هذول أعزم أملك بالدنيا بشكل عام ها القرى الأرضية الدنيا القرى الأرضية نحن نستعمل مصطلحات دينية مثلا أنت باعا بتقلي صار كذا بالمنطقة فأني أقول لك والله مش معناتها أن يمؤمن بأله هذه كلمة درجة على لساننا نتيجة نحن وصغر عم نستعملها فأني أقول لك كيف ملحده يقول والله يستعدو لك كلمات يا أخي ما نحن خمسين ستين سنة كمشي هالكلمة على لساننا بايتنا بشكل عام الوالد كان بمرحلة الطفولة الصغر يعد يحكي لنا يشرح لنا الأنبياء كذا بس كان هذا الرجل بشكل عام دائما منفتح وأنت حر بنظره أنت حرة مول اللي بدك ايه أو آمن بما تشاء بشرط ما تأذي الآخرين المبدأ أوكي ناك يعني حتى بمرحلة من المراحل كان عنده جملة شهيرة يعني وبشكره عليا لأنه أعطاك أفق أنك تنطلق أكتر أو تبحث أكتر يعني بمرحلة من المراحل بذكره بيقول لي يعني هو حب وحدة لا عندها بيت لا عندها أهل لا عندها ما عندها حدا يعني وحدة وتكون بتشتغل سوريا على التعبير بالبارات بالكاميريات أنا مستعد زوجك إذا هاي من اختيارك فهيدا الرجل كان يحترم يحترم حريتك فمن هون أنا ربيت عندي شيء من نوع من الحرية الكلمية بحكي اللي بدي مبهب حدا ضمن الاحترام والأخلاق طبعا بطرح أفكاري وآخر همي كل الناس تزعل يعني هذا القرى الأرضية كلها يزعل أهلها بس بشرط ما يزعل الشخص لأعطاني هذه الحرية ألا وهو بيت هذا كتير مهم عندي حتى فيديوهات أطروحاتي بعرضة عليه بقول له موسالم بابا شفت الموضوع اللي قدمته أنا مثلا بصير في نوع من النقاش بيني وبينه إنه جيد بس هوني مكان لازم تحكيهاك هوني تقلت شوي هوني شتمت هوني شخصت هوني كذا بالنهاية هو مسلم وهو مؤمن وكلامي يجرحه إنما يتقبله من باب الحرية والنقد نحن 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 مش أعداء مع حدا ونحن مش حملت ساف ولا حملت أم سكستين وكلاشن نحن حملت ألم نستعمل هذا الألم ونطرح أفكارنا على الناس فأنت المفروض ترد على فكري بقلم مش ترد على فكري بصاروخ ولا بقذيفة ولا بشتين وهذا اللي عمل ماجهة حاليا مع المؤمنين بشكل قاتل يعني أنه يطرح لك فكرة عم قلت لك النبي قال كي 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 شو هالنبي هيدا فتطلع أنت بيقول لي أمك ستك جدك لي عملك لا رد علي رد علي أن معقول أنت نبيك عمل واحد رد علي بفكر ما ترد علي بسوقي وبشكل يعني خرجت من الإسلام ذهبت إلى المسيحية هذا باختصار يعني يعني طلعت من الإسلام ورحت تشتريت الإنجيل وبدأت بقراءة هذا الكتاب فاكتشفت أنه أنا أمام كتاب ضعيف ضعيف لأنك أنت جاي من مدرسة إسلامية فيها فلسفة ومنطق ومشعبة وطوائف ومعزين فاكتشفت بالإنجيل أنه في ضعف هذا الضعف ما يعطيني الحاجة اللي أنا عم بطلبها لأنني بدي 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 إله يعني تبتصف في صفة الإله مش إله تشبه بإنسان وبعدين في روح قدس وثلاثة بواحد كان في دعاية قديما بسوريا بما أنك أنت بسوريا بتعرفها دعاية لدوع الغسيل ثلاثة بواحد إذا أذكر أعيد الدعاء فالله هو الإبن والإبن هو الروح بس إني مش واحد بس إني ولا هوت ولا صوت وبالميزي في بيقولوا باي وان جات وان فري اه اه يعني باي وان جات وان فري بالضبط برافو يعني الوقدي فهربت من المسيحية رحت إلى الياهودي قلت لربما هو للجماعة من الأصل والأساس لربما عنده هاي اشترينا كتاب اسمه التطورات وهو كتاب رسوم متحركة طبعا كل أعوذوا برب الفلق وصدق يعني هو العهد القديم وصدق إذا بقلك أني حافظوا هذا الكتاب يعني قرأته هذا الكتاب صار عندي ملكة الحفظ قرأت فيه يعني بمستعد لك رقم السفر تاريخ السفر يعني كله مستعد الاي يعني فاكتشفت إني أمام كتاب كاريكاتوري يعني الله يركب على ناس وناس ركبت على الله والله يزل ضربهم وإشعية رمى ساهم قتل بتتميت زلمة ولك شو هالإيد لي كانت على إشعية مثلا مدفعية هنالك لا 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 نتفع أنا مدفعية سليمان تزوج 700 مرأة بالحلقة الماضية قلتهم يا عمي ما الذي يقرأ يقرأ سليمان يقول لك هو تزوجهم يأتي التأويل يأتي التأويل يأتي التأويل يأتي التزوجهم ولكنه دخل علىهم كلهم إذا لم يدخل علىهم كلهم ارتكب حرام بحسب الشرائع اليهودي والمسيحي والإسلامي أعطاق المرقة حقه لا اتزوجهم لا يخلصهم لم يمارس معهم الفاحشة كان المفروض يمارس معهم الفاحشة ويعطيهم الأحدود الشرعين فاكتشفت أن هذه الكتب تعاني من مشاكل بالتعاطي مع الإنسان هذه الكتب فيها مشاكل بالتعاطي مع الإنسان فاخترت أني أؤمن بوجود مدبر خالق لهذا الكون لكن لا إله القرآن لا إله الإنجيل فوقفت بين الإلحاد واللادنيين والرغبيين التبرجح بينهم استعمل الإسلوب اللذي اللذي نحكي فيه هو اللادني حتى الآخر لا ينفر منك يسمعك وفي رحظة ما لقيه أن هذا هاجمني استعمل الإسلوب الإلحادي يعني يأتي شخص يقول لك أريد مناظرة معك فأنا عطول أستشهد بجملة وإنه بدأك تناظرني على تشريع قتلي أنت بدأك تناظرني بتشريع قتلي بأنت هادر دمي بشو جاي تناظرني أو مثلا بشوف عدنان إبراهيم عليه السلام من الإسلامين والمصلحين بيطلع بيقلك مطرقة الإلحاد والبرهان يا حبيبي أنت كيف عم توجه كلامك لأناس أنت هادر دمهم أساسا هاي ناس مهدورة الدم كيف أنت جاي تواجهها بالفكر أو جاي تحكي معها ما أنت خلاص بايح دمها هاي دي رحلتي معلي طولت شوي لا لا بصراحة أنا بدي أسمع أكتر يعني بدي أعرف تفصيلي إذا ما وراك شغل يعني لا ما ورانا شيء ما ورانا المؤمنين نحكي عنهم اليوم على كل حال يعني متل ما قالت أنت دانيال نحن منا عداء لحدا نحن منا عداء و أنا قلت أكتر من مرة أنه اللي عم نحكي معهم هالمؤمنين إنه أهلنا وناسنا و جيراننا و يعني أنا طلعت من خلفية إسلامية بحثة سلفية تقول إلى أبعد الحدود يعني نحن عم نحاكي أهلنا عم بحاكي أخوي و إختي و ابن عمي و أولاد خالي و أولاد حارتي إنه نحن بدنا مصلحتكم بدنا نشركم من هالوضع للنحيطات الموجودة بهالهالحروب اللي دمرتنا و قتلتنا يعني و سلاحنا بهات هذا هو القلم ليس أكثر من القلم سلاحنا منا شايلين سيفع حدا ولا بدنا نقتل حدا بس وهذا سلاحنا و فيه لازم نفتحه لكم العقول يعني هاي 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 رسالتنا و نحن لو يعني ليش عم نعزب حالنا و نبرك نحكي و مثلا دانيالي فضي وقت و أنا فضي وقت و نبرك نحكي لا ورانا مصالح لازم نقضيها كمان بس نحن عم نساوي هيك بشانكم يا أهلنا يا ناسنا أفضل أخي إذا فيه عندك تعقيد لا كلامك مية بالمية سليم و دقيق و صحيح يعني ما فيه تعليق أبدا نحن بالنهاية عم نحاول يعني وقتل عم نحكي أو عم نهاجم نحن نطلع عدى الناس من سياسة قتل بعض البعضين نحن نحاول أن نخفف من وطئة قتلهم لبعضهم البعض بمجرد أن الآخر مختلف عنك بالتفكير، بالمنهج، بقالية التعاطي مبيح الدم أو مهدور الدم بمجرد أنت محب لعمر و أني محب لعلي عم نقتل بعضنا بمجرد أنت مؤمن بوجود إليه و أني غير مؤمن بوجود إليه و أني نقتل بعضنا نحن كل رسالتنا أنه خففوا هالحد وخففوا الاسلوب القمعي والديكتاتوري هذا اسلوب ديكتاتوري وقالت لعم تقتلني أنت لأنه أنا أفكاري ضد أفكارك هذا لا يسمى ما قالوا تسمية غير الديكتاتورية والإرهاب يعني اليوم جان ليس مؤمن بوجود الله أنا مؤمن بوجود الله لماذا أريد أن أقتلوك؟ تعاوا أني وأنت نشتغل على مبدأ نوصل لنتيجة لا أكثر ولا أكثر لربما أنت معك حق وأني لم ترى لربما أني معي حق وأنت لم ترى تختلف وجهات النظر من حسب المنظور يعني من أنت عم تتطلع تختلف وجهات النظر يعني أنت تكون عم تشوف من زاوية شكل رقم سبعة أنا من فوق عم تشوفه رقم ثمانية فنحن هدفنا أن نلتقي بمقطة محددة نتفق وقفوا قتل وقفوا إجرام وقفوا سفك وقفوا الله أكبر فجر حلق بالأطفال وبالنساء وبالشيوخ حتى بالرجال يعني أنه دائما نحن نستعمل مصطلح النساء والأطفال والشيوخ لا حتى الرجال شو مش حرام بشع يعني بشع إنسان بالنهاية الموضوع للكل أنه وقفوا هادر دمئة الإنسان هذا إنسان شو ما كان شو ما اختلف معك شو ما قالك شو ما قاله إنسان إنسان اليوم بلبنان مثلا اليوم كنا أكتحت الهواء عن نحكي فأنا نسيت شغلة خليت ضيفة هلا لبنان اليوم مش متل عشر سنين قبل لبنان اليوم مش متل عشر سنين قبل لبنان اليوم فيه نوع من التشدد الطائفي بالأول الناس نحن عندنا حروب طائفي القريب باللبنان يعني في الثنين وثنين إلى الثبانين فيه يمرأة البلد لتقلبات طائفية بس ما فيها العنصرية الموجودة اليوم بالبلد يعني نشحوا للرجال الدين بأنه وضعوا جدار بين المنطقة ومنطقة أخرى هاد المنطقة مسيحية هاد المنطقة شيعية هاد المنطقة سنية هاد المنطقة درزية نشحوا إن إذا عاند يطلع على جبل لبنان نازم يكون عندي صديق درزي بجبل لبنان لأطلع بأمان اذا صار معي مشكلة فوق قل له لهذا الصديق نشحوا اذا اريد انزل على الضاحية يعني زرعوا اعلامية اعلامية خوفة الناس يعني اعرف الناس من بيروت ضحية بيروت بعيدة عن بيروت 10 دقائق بالسيارة نشحوا انه يخلوك كابن بيروت تخاف تفوت على الضاحية صورو لك انو الضاحية عبارة عن سكنة بيقتلم لا الضاحية الضاحية ناس مثل ما مثلهم بس بيحبوا تنظيم معين بيروت ناس مثلهم مثل الموجودين بالضاحية بس بيحبوا تنظيم اخر بس نجحت البروباجندا الدينية هم اتفرق هذه الناس شعب واحد نشحوا انو يدمروه لهذا المجتمع هذا الدين سخر لتدمير مجتمع متماسك مترابط لعنوا اختنا هذا المجتمع حاولوه لمجتمع بيكره بعضه الشيعي بس يسمع بالسنة اوه سنة سيصل لمرحلة ما بيسلموا على بعض باليد ما بيجوز هل تعليم؟ هذا تعقيد عن المرأة تحت الهواء هذه هي الحقيقة اللي عم بتصير فينا نحن عم نحاول انو واقفوا قتل لبعض لا اكتر ولا انا اختلفوا بالافكار اختلفوا بالاطروحات بس واقفوا قتل واقفوا القتل الدم واقفوا بس للأسف يا ريت وانا بضم صوتي لصوتك واقفوا القتل بتلاحظ في ناس بيقول لك لازم تحترم معتقدي اللي بأمرني بقتلك يعني شر البلية ما يضحك بصراحة كيف بدك احترم معتقداتك اللي بتأمرك بقتلي بتساويني حمار بتساويني بيعشع الكلمات فاني قلتلك استاذ جان قلتلك بداية الحديث يجي بيقول لي بدك اتناظرني يعني من فترة في شيخ من الازهر على التليفون كان الكلامي يعني واندي المحادثة المسجلة بيقول لي دانيال بدي اتناظر عنوياك انت عم تعمل فتنة كيف بدك اتناظر انسان انت هادر دمه يعني هل عنوياك بدك تكون عنوان المناظرة الدفاع عن دم دانيال يعني انا بدي كون عن دافع عن حالي مقابل فتوى اتلك لالي قال اي فتوى قالوا الردي ما اني كنت مسلم وخرجت من ربه لهذا الدين ما عدتش مؤمن فيه لهذا الدين فهل عنوياك بدنا نتناظر على انو ما تقتلني ولا عشو بدنا نتناظر قال عن الاسلام قالوا كيف بدك اتناظرني بشريعة بايحة دمي انا عدوه صرت لهذه الشريعة خلص يعني لا انت لا افكارك لا مناظرتك فيني اتقبلها انت انت بدك تقعد مع انسان اذا شايفك بالشرع بده يقتلك بده يعد يتناقشوا ايك ناقشني بموضوع قتلي بعدها من نحكي بالموضوع التاني ناقشني انت لاش هدرت دمي وبدك تقتلني بعدها منفض بموضوع التاني هلق فيه المسلمين الكيوت هدول النعمين كتير يعني زيادة عن نظوم بيالك ما فيه الردي بالاسلام حسهم مجانين انيون او غير مطلعين يا حبيبي فيه حرب طويلة عريضة بعد موت محمد نبي المسلمين فيه حرب طويلة عريضة اسمه حرب الردي ودامت لي سنوات حروب الردي حروب الردي وفي معركة واحدة منهم عشرين الف قتيل انا بعطيك المصدر كيف ما فيه إله لليوم السعودية تقيم حد الردي وبالمقابل اذا عدناش نحكي عالسنة وايران تقيم حد الردي يعني اذا عدناش نحكي عالسنة والشيعة الدولة الشيعية الإسلامية والدولة السنية الإسلامية اثنان تقيموا حد الردي وفيه قصة مشهورة فيك تحطها قصة نقص حط بس على جوجل ترى ما يطلع لك لقى عدمته إيران كان مسلم تحول للمسيحية وعمل قصة راهب يعني مؤتله عدمه ضمن الحرب الردي وكثير كثير من الهمون ماذا هي حرب الردي جان؟ حرب الردي هي إرهاب انت لماذا خايفان؟ اذا واحد خرج من دينك لماذا تقتله؟ انت من شو خايفان؟ يخرج عمره ما يرجع انت لماذا خايفان؟ يقول لك حتى ما يكون السبب بخروج الآخرين ويخرجوا الآخرين لو انك سليم ومنك ضعيف لو انه إجراك لان نحكي بالشابرة حقوية على الأرض ما حدا بيخرج من عندك بس انت ضعيف شركتك المؤسسة الدينية ضعيفة لازالك في موظف او منتسب لهذه الشركة خرج من هذه الشركة راح لشركة تانية او راح لبلش شركات كلها كفر بالشركات عم الملحد فانت ليش خايف؟ انت ليش خايف؟ ليش عم تقتله تحت عنوان الردي قمع وإرهاب قمع وإرهاب بكل بساطة انت إرهاب اظن ما في غير المافيا بتعمل هيك حتى المافيات الحديثة تطورت المافيات الحديثة تطورت مثلا نسمع بالمافيا الإيطالية قديما كانوا يقتلوا لي ظهرنا هذا الموضوع موقفي حتى المافيات تطورت ويديك الناس بعدها عايشة تحت حكم عمره 1400 سنة قال له لفلان اللي بي ظهر من الدين شعطوه يعني قاملوله السليمي أخي دانيالا برأيك شو أهمية الإنسان قصوصي نحن هلا في وضعنا الحاد يعني شو أهمية أنه نجهر الحادنا يعني هل من الجيد أنه نجهر الحادنا وهل يشجع الملحدين مثلا على الإجهار بالالحاد كالحاد أو لا ديني أو ربوبي لأنه في طائفتين بالالحاد أنا مش طواقف فرقتين أعطول ماشي أنا آسف للتعبير بس يعني خلينا نقول الخارج من الدين الإسلامي بالتحديد نعم هو الإلحاد الملحدين هني أول ناس خرجوا من الدين كل الديانات الملحدين تفرقوا إلى ثلاث شعب منهم الربوبي ومنهم اللاديني ولكنهم ما بيختلفوا بالمبدأ بيختلفوا على مسألة سنوية وحتى الملحد ما عنده مشكلة معها شو هي قال لك أنا مؤمن بوجود قوة غيدي بس مشتعيت الأديان مشكلة الملحد مع الدين إذا متفقين بكل شي بيختلفوا على موضوع يا أخي تركني آمن الإيمان أمل تركني آمن يعني خلي عندي شوية أمل بس أكيد أنا مش هآمن بهذه الأديان الديان الرقصات الموجودة يعني بيتفقوا الربوبيين واللادينيين مهمشين نوعا ما بس هو الصيت للملحدين وهي حقيقة لأنه إن المصدر إن الأساس وهذا حقيقة يعني الملحد يقتل دائما الربوبي لا يقتل واللاديني لا يقتل إنما الملحد يقتل بشكل عام يعني هو اللي عم بضحك موضوع كان السؤال الإشهار طبعا هو موضوع جيد مش بس الإلحاد أي فكرة بتنتقد المجتمع المفروض يشهر فيها الإنسان شو ما كانت تكون أي فكرة تنتقد الأمور اللي ما بيتقبلها العقل مفروض الشخص يشهرها يعني هلأ جان بيطلع بيقول ما في الله بصلا بيطلع بيقول هذه الديانات كلها ما بتسوى أي إنسان بيفهم الأمور اللي عم بيفهمها جان مفروض يعمل متل ما يعمل جان شو السبب؟ السبب إنه عم ينهض بمجتمع عم ينهض بناس اليوم جان عنده ناس بيتابعوه عنده ناس بيستمعوله عنده ناس بيستمعوله مثل إرشاد يعني مثل توجيه هل تستوعبني؟ يعني أنت بعض كلماتك يمكن يكون منك عرفين هذه الناس بس فينس بتقعد بتسمعك وتعتبر هذا الكلام توجيه الأقل فنعم أي إنسان عنده فكرة بتبني هذا المجتمع عنده أي فكرة بتخفف من حدة هذه الأمور اللي عم بتصير يطلع يقول أنا ملحد أنا لا ديني أنا ربوبي أنا بتدعم وسيو فيكم يطلعوا يحكوا يحكوا ما يخافوا طبعا ما يخافوا بشرط ما يكون في خطر على حياتهم طبعا ما يأثر الموضوع على أهلهم يعني بتعرف أنت التفاصيل يعني ما يتمارس الإرهاب على عائلتهم يعني أنا وأنت اليوم بأوروبا بس يمكن بكرة يتعرضوا لأهلنا ببيروت القمائيين يعني ديكتاتورية يتغنوا بالديمقراطية بس ما عندهم شيء اسم ديمقراطية فممكن يتعرضوا لأهلنا لكذا لكذا أي إنسان قادر طبعا أنا معكم هذا الموضوع يطلع ويقول أنا مخالف لهذا الفكر أنا ما أقبل هذه الخرافة لأنه الإلحاد خرج من صلب الدين الإلحاد ليس من الفضائجة الإلحاد نصوص أمامي موجودة عم بقرأها سكرت الكتاب شغال الله هيدا صحيح بالضبط يعني نحن ما منريد أنه تجهر إلحادك تعرض حالك للخطر يعني نحن منريد تجهر إلحادك بقدر المستطاع يعني من استطاع إليه سبيلا نحن لا يعني ما تحط حالك بخطر أو تحط ناس صغيرك بخطر أهلك ولا من يكون يعني دانيال بانتقل لموضوعنا المعنون يعني بالحلقة كيف بدأت علاقة البشر مع الله ولماذا نشأت هذه العلاقة بالأساس وهل ترى نهاية لهذه العلاقة قريبة كانت أو بعيدة اتفضل هذا الموضوع شوية حيأخذ وقت خذ الوقت كله أمامنا يعني ما في عنا أي مشكلة شكرا يحتاج إلى شرح شوي كيف بدي إليك شرح يعني مقدمات لنفوض بصلبه لهذا الموضوع أو بأساسيات هذا الموضوع فضل 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 هذا الكائن الإنسان لم يخترع النار الإنسان لم يخترع النار بل شاهد النار كيف وهذا اللي كان تضرب صاعقة الأرض وتولع نار بالغابات فاكتشف الإنسان النار شاهد النار فاكتشفها هاي كان مرحلة أولى من تطوره هذا الكائن هذه النار اللي ولعب بالغابات حرقة الحيوانات الموجودة بالغابات فإجا الإنسان وأكل من هذا الحيوان فاكتشف الشواء انتقل من مرحلة ياكل لحم ناي اللي هو لحم الحيوان قمناه إلى مرحلة طهي الحيوان ونحكي نحن على المرحلة التطوري للإنسان هي مهمة بمرحلة معرفة الله أو رب هذا الإنسان كيف نشأ مع الإنسان بعدين راح الإنسان لأبعد من هيك بده يعرف الكيفية كيف يعني الكيفية هو شاهد النار والنار صنعته على الطبيعة إنما الإنسان بتطوره وتطور عقله صار بده يعرف كيف تصنع النار فبدأ بالبحث عن الكيفية بصنع عيد النار فبلغت مرحلة التطور الإنسان واللي بعض اللي هلأ في ناس بيقولوا التطور غير حقيقة والتطور ما بعرف شو هدول ما معرف بأي صحراء عايشين يعني بعض اللي هلأ بيقولك التطور كذبي والتطور أسطورة إلى آخر يعني مبردش علىهم عادة حتى بالمجموع عنا بحزره الرأسا يعني مش فاضل هدولي دي قاعد اللي بصحراء السعودية ومبرد بأي صحراء قاعد وشاي بده يرد علينا يعني التطور يا حقيقة الدليل القوي على التطور بأنه العقل الإنساني بس نقول عائل ما فيش اسمه عائل العائل هو وصف للدماغ والنخاع الشوكي وإلى آخره فبيجي بيقولك انت شفت عقلك يا جاهل العقل هي كلمة جامعة لسلاس أدوات الدماغ والنخاع الشوكي والإحساس على شبكة العصاب فبنسميها العقل بيجي بيقولك انت شفت عقلك يا حبيبي هذا وصف العقل هو الدماغ والنخاع الشوكي وشبكة العصاب وخلص انت شفت عقلك يعني فيه تخلف ببعض الأطروحات اللي بيطلحوا العقل البشري من ألفان سنة مش هو نفسه الموجود اليوم تطور والدليل العقل البشري اليوم اخترع الكمبيوتر على الاتصالات من ألفان سنة ما كان فيه هدئة القدرة فأصنع مرحلة تطوره لهذا الإنسان واجه مشاكل هذا الإنسان ألا وهي اللا جواب اللا جواب فيه أمور وقف الدامة حايرة هذا الإنسان شو بيسبب البرق؟ ما عنده القدرة أن يسعد للسماء بمراكب بكذا بطيارات ويكتشف أنه هو عبارة عن غيوم تتصادم مع بعضها بتولد لك البرق فأعتبر أنه البرق هو إله وبدأ خوفاً من هذا الشيء اللي هو مجهول الإنسان يهاب المجهول وخوفاً من هذا المجهول عبد البرق فاكتشف البرق مع مرور الوقت فسقط هذا الإله فسقط هذا الإله فراح الإنسان عبادة شيء آخر ألا وهو الشمس فأنت هلأ تخيل جون تسمع أنه في ناس بتعبد الشمس شو ما كنت تكون؟ مؤمن ملحد كافر مجنون هتقول شو هلهاب اللون؟ بعد في ناس بتعبد الشمس ما خلص فراح الإنسان بما أنه الشمس غير مفهومي عنده والشمس كانت عم تمده بالطاقة بالحياة بالحرارة بالدفئ عبد الشمس باعتباره أنه هي مصدر حياة وهي إله سقط هذا الإله راح لعبادة القمر وفي حادثة مع إبراهيم نبي المسلمي بالقرآن عبد الشمس عبد القمر قالوا أني لا أحب الأفلين يعني فلت الشمس قالوا أني بدي الله عطول ثابت ما بدي يروحوا يجهد تطرح صخيف شوي يعني تطرح اليوم العقل ما بيقبله بس أنه بوقتها مثلا كان في حديث عم يشتغل هكي كان عم يدور على إله سابت فوصلت البشرية لمرحلة التطور العقلي فحطمت كل هديك الآلهة وأخذت الإله الخفي الذي لا يرى لأن الإله الذي يرى ينال منه إذا اخترعنا صلم وقالنا لك هذا الله فهيك ببساطة تدعوصوا لهذا الله يعني تكبه ينكسر يقولون كيف الله لا يستطيع أن نافع عن نفسه فانت قالوا إيه؟ بتسقط لهم هيبط أو قداسة هذا الإله فلجأوا لشيء اسمه الإله الخفي الذي لا يرى لجأت البشرية لهذا الإله لأنه أمتن وأقوى وأنجح ما فيك تشوفه طبعين هو موجود الإنسان حب أنه يكون الإله دائما قريب منه وقام صنع الإله بشكل صغير بحطه بقلب بيته وبحطه حد منه وكل الديانات جام اجت بنفس المبأ ما يقول لك؟ هو أقرب إليك من حبل الوريد وقالت لقالوله لمحمد أنه إلهنا بيضل بلزقنا فيه يحطه جاية إلى إله ما قال له محمد؟ الله تعالي أقرب إليك من حبل الوريد يعني هو بقلبك موجود بداخلك يعني اسلوب قمع عم يقنع بهذا الإله فهيك نشأ الإله مع الإنسان نشأ أسنق رحلة بحثه واكتشف هذا الإله عندما كان يوجد لا جواب ما في جواب ما في جواب هذا إليه لذلك تعددت ألا آله ها جون إذا بترجع للتاريخ جون إذا بترجع للتاريخ إله البرق إله الرعد إله الشتاء إله البحر كل شيء قوي ومدمر وغيبي يعني عفوا ما في جواب على معرفته شو هذا كانوا يعتبروا إله والدليل بالحروبات قديمة اللي كانوا يشنوها ضد بعضها كانوا يعتبروا انتصار إله على إله آخر يعني نحنا أنا بعبد إله البرق إنت بتعبد إله همار فقامت أنا شنات حرب عليك انتصرت عليك على قبيلتك على مدينتك يعتبر إله البرق تعولي انتصر على إلهك وقتلوا لهذا الإله لذلك واجب أنه يزيح الإله تعولك من المعادلة ويزيح من معادلة تعبد كان الفكر الإنساني هيك من البشر رأيك بسيطين بالتفكير وإذا من رائب أنه كل مدعين للنبوة أو اللي أجوا عم بيقول ما أجوا واجهوا الملحدين أجوا واجهوا عبدة السابت رائب الأنبياء مين قاتلوا هل قاتلوا الملحدين لا هذا اللي أجوا قاله نحنا أنبياء موسى عيسى محمد كلنا نقول الشباب هل قاتلوا الملحدين لا قاتلوا مين؟ قاتلوا عبدة الإله السابت لأنه سهل ينال منه بسهل أنك الدغرة توقع له إياه وتقنعه بشي تاني إنما كملحد وقالله شخصيا ما في يقنعك بمناسبة هتال الآلهة في عدي ذكرتني بنكتة كنا صغار في واحد كردي واحد عربي تصارعه فالعربي صاح يا الله والكردي صاح يا خداي فالصارع والكردي يعني قضر له للعربي فأم العربي قال والله خداي أجوا من الله همي نفس الشي همي نفس الشي أسبع المقاطعة لا لا ولنبغ ولنبغ فهذه هي بشكل عام فكرة الإله هل الإله رايح إلى الاندسار أو إلى الخفاء؟ نعم الإله رايح إلى الاندسار أو الخفاء قريباً والدليل أوروبا أكبر دليل على هذا الموضوع أوروبا اليوم أوروبا اليوم لا تؤمن بإله نعم مشكلة الأوروبا هناك متدينين مسيحيين في أوروبا وفي مسلمين ومشي ما في ناشنونيكرو موجودين الكنائس موجودة في جوانع إلى آخرين بس الشريحة الكبرى من هذه الناس لا تؤمن بإله لا لأنه العلم أعطاها أجوبة العلم أعطاها أجوبة والعلم اليوم يتناقض مع الإله والعلم يعترض مع الإله في أمور هذه الآلهة المذكورة بالكتب أو الإلهة المذكورة بالكتب لا يتطفق مع العلم وأي شيء يعترض مع العلم يسقط موتوماتيكياً لا يوجد مجال نكمل فيه أنا أعطيك برهان أن هؤلاء الورق الدفتر يقلبه مئة ورقة تقول لي أنت القرآن قال بقلبه عشرين ورقة بلك تعدهم أنوية من بلش أن عد يطلعوا مئة ورقة فأمام العلم وهو العدد يعني العدد 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 2 إلى آخر هو العلم هذا أسقط النص أسقطوا للنص بدليل بدليل فنقم هذا الإلهة قريباً رايح على الاندسار هذا الإلهة قريباً أساساً بلش الإلهة اليوم يعاني من مشاكل هذا الرب بلش اليوم عم بيعاني من مشاكل هو مشاكل مدويد راحز العالم العربي اليوم عم بيصرخ المد الإلحاد الخادر هذا عدنان إبراهيم ما بشوفه غير عم بيجعر راحزor ما نحب على التفكير هذا الإنسان كذا أحتظر إسلام البحاري كان عنده فكر كذلك إما إبراهيم كذا مصر على النصوص الموجودة عنده هذا الزلمان رغم انه نصوصها سقطة وبيحاول يأول الكلام اللغة العربية لغة أفخاخ كلها أفخاخ يعني هلأ جان بيقول شعر هذا الشعر جان بيقصد فيه شيء بس عنا بفسره شيء لغة العربية يعني جان ببيته الشعري عم بيقول شيء بس عنا بأوله للشعر بشيء آخر في مثاله يجب التأويل كارثي هذه كمكنا عن نعكب مسألة في أي من الإنجيل تقول مثلا النجوم تقع على الأرض النجوم تقع على الأرض يعني ما معرف لي كان عم يحكي بالنسبة له يعني النجوم شو هي هل هي يعني حبات لوزة صغيرة النجوم يعني أنا سرت ذكرها أكثر من مرة يعني هل هي مثل حبة الدواء وهك شايفها النجوم مش النجم النجوم تقع على شو بيجي التأويل الكنسة المقصود بالنجوم المقصود بالنجوم يعني النيازك لماذا لم يقال النجوم ؟ لماذا يقول النجوم ؟ يقول النجوم بعد ما اكتشفنا أن النجم قد الأرض بمليار مرة ما يقولك ؟ المقصود بالنجوم لماذا لم يقال النجوم ؟ ما يعمل فينا يا ده الله طبعكم يتسلى معنا ساعة نجم ساعة يقول نيزك ؟ لا كلمة قديمة كلمة نجم تعلي نيزك لأنه قديما معروف أن البشر استعملت النجوم كخرائط والذهاب من مكان إلى مكان وذكرت كلمة نجوم نجوم النجم هو الجسم السابت بالسماء لا يتحرك تأويل حتى فاشل تأويل حتى مكشوف ويأتي بدون يقنعوك أنه لا أنت فهمان غلط أنت ما عم تستوعب فيه لهوت يقولك يا حبيبيرو صلي عن نبي يا زنبي وصلك لمرحلة أنه يكفرك بنفسك يا رجل أنا أنا أطرح عليك مقارنة فكرية أعملك كات 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 النجم كلمة نجوم تعني كذا وكلمة كذا تعني كذا ما تأتي تأويل الكلام ويوجد هناك ناس مؤمني بالله يقول لك الموضوع مضحك لا يوجد مجلة نقاش فيه كلمة نجم تعني الجسم السابت بالسماء وخلص أو بالكون بدك تأتي تقولي النجوم معناتها نيزك هل أنا أترحنا أي من الإنجيل لأنه سهل يعني ولكن هناك بالقرآن كثير أمور اليوم السنة والشيعة يتقاتلوا ويدبحوا بعض خلاص يتطرق على الأديان بشكل سريع نزلين تشزير بعض يقول لك علي من بعد النبي أحاق من علي لا علي أحاق من عمر النبي أعطى الوليه الله نزل بلي عني يا أخي يا حبيبي استيقظ شوي وفتح راسك شوي ربك ذكر أبو لهب وإم لهب وذكر الكلاب وذكر الحمير وذكر الأنجاس وذكر الشياطين بس ما ذكر علي الجراب لماذا ما ذكروا؟ معقولي أمر مصيري عم نقتل بعض مليون بسببه كمسلمين مثلا ما ذكر؟ ما في قوله ما صابت؟ يا أما اعترف إنه كتابك في شي مش مظبوط يا أما روح الضبضب خل ما بعد جاءت تقولك لا ملقية الفلانية تقصد كالتأويل التأويل والتأويل ظهر بالعهد الأموي هن أصحاب التأويل الأمويين وقت اللي أخذوا الحكم قد يصبتوا إجرايهم للجماعة فأنت علي من فتحات من الغزوات بلا شو يستعملوا هذا المبق التأويل النص مش هك حولوا لهك بس هو النص بالأساس بدناش نفوت بالتفاصيل هو النص بالأساس ما في تعليق عليه يعني النص مصيبي بس برضو ضافوا على المصيبي مصائب استوعدني؟ ضافوا على المصيبي مصائب فهدي بشكل اليوم أنا عم بابتتفول بالكلام هادي بمشكل أخذ راحتك حبيبي يا خني جد أنا حتقاله جد أنا مستمتع حديثك وعم بس حديثك يخلي يخلي أخي يعني برأيك ما هو مصير الدول التي تعتمد بثقافتها بقوانينها على الشرائع الغيبية والدينية؟ مثل يعني خلينا نقول لشق لأوصل شمال أفريقيا الدول الإسلامية عموما تفعل ذلك طبعا بدرجات مختلفة يعني برأيك يعني ما هو مصيرها؟ يعني إلى أين؟ إلى أين نمشي؟ يعني شفنا سوريا والعراق والإبنان الحروب اللي ما لنهاية فإلى أين نحن نزاهبون؟ تفضل نعم بسجل السؤال أنا أصم لأصمان مع السؤال الدولي جعل اللي بتعتمد على الدين دولي فاسدي كيف يعني دولي فاسدي؟ مش بنقصد أنه الحكام فاسدي هذا موضوع بنحص شعبك نحن ما قلنا علاقة في هذا الموضوع أنا بحقلي أحكي عن بلدي بس أنا بحقلي أحكي عن بلدك أو بلد غيري مثلا لماذا الدولة المحكومة لقوائد ديني قاعدة دولي فاسدي؟ لأنه ما فيك تحاسبها هذه الدولة ما فيك تتراجع على هذه الدولة وقت اللي منيجي نحن منقول جان الذي يسرق نقطع يده إذا جينا نحن كناس اليوم بدنا نقلهم يا جماعة طولوا بالكم هذا القانون ما بقى يمشي هلأ ما فيك تجي تمنعه لا لأنه يقول لك أني محكوم لمص إليه نازل بالبراشوت من عند الله هذا النص لأنه لا يمكننا أن نقاف عليه لا يمكننا أن نغيره هذا النص قانون مستمر الزانية ترجم الزانية ترجم الزانية ترجم الزانية ترجم لا يمكننا أن نقاف عليه نحن لو أننا رايحين نحن لا نقاف على مطرح الدول في الشرق الأوسطي لا نقاف على مطرح رايحين يعني سنطلق لقدام هذا التعبير غلط أنت قل لي لو أن رايحين نحن هنرجع لقابل ميلاد المسيح بعد يعني هلأ رجعنا لألف واربعمائة سنة هلأ الحروب الموجودة بمجتمعنا كيف تقول لك حروب تعود لألف واربعمائة سنة جيد؟ بس نحن لا لأنه زال هنرجع بعد يعني عندنا موضوع المسيحيين وبعد هايجي عندنا موضوع اليهود في عندنا ألف وخمسمائة سنة لازم يرجع فيهم المجتمع العربي أو المجتمع الشرق أوسطي لا ورأة بشكل عام دول تعاني من الفساد دول تعاني من القمع دول تعاني من اللاحرية اللاحرية ها أنت بصير المواطن العربي إنسان بصير إنسان أن يعتبر حريته منمس فيها لهذه الحرية كأنه مصله بأمه أوه هنا بصير المواطن العربي إنسان بكل مواتن بس يعتبر الحرية مس بكرامته وبشرفه بما انه حريته لا قيمة لها بما انه بس يجي بوعد الانتخابات بيشترو بميتان دولار و بثلاثمائة دولار بس صوت تقوله هيدا انسان محكوم من زبالة البشر ومنه حاسس انسان لا تعني له شيء الحرية العربي الحرية بالنسبة له لا شيء امه واخته كلمة اختك سوري يعني التعبير او امك بس تسبله اياه وتشتبله اياه اهم من حريته بس تصير الحرية عنده يعني مثل كرامته وشرفه يرتق هذا المشكلة والاسلام يقمع على الحرية بالاسلام يقمع على الحرية بالردة الزندقة الهرتقة يعني كثير كثير ابن سينا الرازي يعني كثير من المفكرين ابو بكر الرازي ابن سينا ابر رشد حيث اوقت الاز incentive قتل اولا، یہاعا ان皆さん انني اتبا ان نفعي ذلك ترميزبن هذه الازMs رغم انهم كانوا مسلمين من الاسلام الى شيء اخر نحن اليوم نحن نحكر نحن كلماتا عن هؤلاء الازم نحن اليوم التي تقمع على الحرية، انت اليوم مثل ابو بكر الرازي انا اليوم مثله مثل ابن سينا، عم يتباع الكلام لهم يقلع شيء يعني jinحنوقهم يرتقوا على هذا المشكل أوروبا جان عانت فترة من الفترات من الحروب الدينية يعني حروب المسيحيين بين بعض حروب اليهود حتى اليهود عندوا الحروب دينية مقدسة وحروب شرسي كانت يعني واتسمت الحروب المقدسة اليهودية بأنها تعتبر حروب للسيطرة على كل الكائنات الحية حروب اليهود كانت هاك السيطرة على كل شيء بيتحرك النساء الرجال الأطفال حتى الحيوان ما سلمت منه اليهود بيبليا اعتراف كتبهن التوراة وغيره حتى بحروبهن اجت احراق الممتلكات المادية باستثناء المعادن النفيسي ما احرقوا الدهب ما احرقوا الألماز هادي اشارة مهمة ولعوا البيوت ولعوا الاساس اتلوا الانسان اتلوا الحيوان بس ما اقربوا على الدهب اخدوه للدهب مولعوا وهذه اشارة مهمة انه هادي الحروب لنها مقدسة ولنها مقدسة ولنها مقرقشة هادي حروب مصالح اليوم العالم العربي عالم متخلف عالم حيرجي على ورا كتير مش هيقرب ابدا طالما انه هذا الفكر موجود ومستشفي فينا ونحن اليوم منه ونحن افراد من هذا المجتمع بالله اكيد انا برأي يعني المجتمع الشرق أوسطي والاسلامي ومجتمعاتنا بعموما يعني يعني رح ما اظن رح ترجع لورا بس بما انه في اشخاص امثالك موجودين وعم بيكتروا بشكل يعني ملحوظ كتير كتير والسنوات القادمة رح تثبت الحكيات اكيد رح ننتقل اقل الشي نصل لمرحلة انه نكون ند لخلينا نقول لاخوتنا في الحضارة في الانسانية يعني انا متأكد الشرق الأوسط رح يكون اوروبا اخرى يعني بمعنى الحريات والرقي الحضاري يعني بس طبعا بدي فترة بدي وقت بدي حتى انا وانت واصدقائنا الملحدين دول اللي بنقدر نفتح عقول الناس هاي الموجودة عقول اهالينا يعني خليهم يستوعبوا المرحلة التاريخية الموجودين فيها اخي دانيال خلينا نفترض انه عبد الرحمن الغافقي في معركته المشهورة بين قوسين بلاط الشهداء انتصر ودخل فرنسا ودخل من بعد اوروبا وبتعرف اذا دخل بوقت اوروبا تقريبا سيطر على العالم القديم بكامله ويعني اوتوماتيكيا على العالم كامل يعني شو كان راح يكون شكل العالم اليوم؟ هو هذا الكائم الفضائي خلينا نسميه فضائي لان هو عرف باجرامه كان مجرم بشكل عام يعني وهو ولي على الاندلس درتان كان والي الاندلس درتان فهذا المجرم يعني لما بهمني ان المسلمين بالنسبة لهم هذا المجرم شو هو يعني بس انا بالنسبة لي انا ده انسان مجرم هو ابو سعيد العكي يعني يعني المعروف بعبدالله الغافقي عبدالرحمن الغافقي عبدالرحمن الغافقي نعم هذا الرجل لو انه نجح ووصل لفرنسا كنا هلا مش عمنا نستطيع التواصل مع بعضا على الانترنت هذا رد سعير يعني رد سريع يعني خلينا نقول هذا رد مباشر يعني كنا بدي يبعط لك يا جان ريسالة يا محل بحضتك موجودة على البعير او بقى او على حمامي يعني الطائر الساجل وارسلها لجان كنا حنعاني من قرى ارضية متخلفة يعني كنت حتشوف اوروبا مثل المجتمع العربي حاليا الاسلام هذا الاسلام هو كان هو الاسلام الاموي هلا اللي عمنا نحكي عنه هذه المرحلة هي مرحلة الاسلام الاموي هيدا الاسلام الاموي هو سرطاني هناك نوع من الامراض بتصيب جسمك اذا صابت كتفك فتكتفي بمكان الاصابي فقط ما تنتشر لا تنتشر ويوجد انواع من الجرسيم او يوجد انواع من الامراض بتصيب جسم الانسان وتنتشر تمشي بقلب جسمه هذا الانسان الاسلام هذا الاسلام يعني نحكي عنه بهذه الفترة بشكل عام يعني وهم في تركيز كتير الاسلام اول كان اسلام اجرامي هذا الاسلام كان موجود بكل معنى الكلمة هذا الحجر ما سلم منه للمويين بفترة حكمه هذا الاسلام بهذه المرحلة كان اسلام اجرامي سرطاني متفشي يعني اذا اجينا حطيناه نحن نقول بسوريا بحيط سوريا هي لبنان الاردن فلسطين اسرائيل كون اكيد بعد سنوات قليلة هيدا الفكر بده يتفشى باديك الدول لانه سرطاني سرطاني منتشر حول كل حول كل فرد معطنق لهذا الفكر الى داعي كل فكر معطنق لهذا الفكر داعي اليوم المسلم ما بيجي بده ناقشك ما بيجي بده يسمع افكارك بيجي بده يهديك بيجي بده يهديك خلاص هو على قناعة مية بالمية انه هو صح وربه صح وكتابه صح وشريعته صح ما بيجي بده يناقش افكارك ما بيجي بيقلك جان حكي شو عندك شو صاير معك لا بيجي بيقلك الاسلام بيقول كذا يا حبيبي روح روح ناقش الافكار يعني ما بدي داعي اسلامي يفوت لعندي يحكي مايه يعني بدي انسان عنده ثقافي تقبل الاخر بس كيف بده يتقبلك وبرجع منكرر في نقطة جوهرية بالوضوع كيف بده يتقبلك ودينك مهدور خلاص بالنسبة له انت مقتول انت متلك متل عفوا بالتعبير يعني عندهم بالشرائع متلك متل الاحمار اللي بيحموا الاسفار والاسفار هي ايات انجيلية يعني شبهون حتى المسيحيين الاسلام لكن اسلام اعلن الحرب على الدنيا كلها عكل شيء ما خلاش الاسلام اعلن الحرب عليها يعني وخصوصا هؤلاء الامويين يعني اذا بتقرأ تاريخهم للامويين ولك الحيوان ما سلم منهم يا رجل الحيوان ما سلم منهم هذه البشر اعلنوا الحرب على الدنيا كلها الانجيل محرم خلاص طب انا جان انت مسلم كتابك القرآن اذا جايبت دماغشك انا اول كلمة قلتلك يا عن كتابك كتابك محرف هتللي امروح حل عن سماك انت المنون انت هتتعرض لكتاب انا مقدس عندي فكيف انت عم بتقول عن مليار بني ادم كتاب محرف وهذا مش كتاب الله نصفهم راح لليهود مسحوا الارض باليهود المسلمين عملوهم في منهم كانوا خنازير في فرقة من اليهود الله مسحهم في ايران في فرقة ما اعلنوا الحرب على الدنيا كلها الهوا كل شيء خلاص هذا الفكر الهوا كل ما قبله نحنا وبس طب ماشي يا خي وافقنا معك الغيمة قبلك بما انك انت نيو فيرجن اصدار جديد اصدار متطور الاصدار الاخير تعول الله وافقنا معك في مجال نحافظ على معتقدنا ونعيش بيقول لك اه في مجال بس في شرط دلو شو الشرط بيقول لك بتدفع جزي انت كمسيحي بدك تعيش بالدولة الاسلامية بك تدفع جزي طب ليش الجزي بيقول لك انا ببديش هيك تروع على حرب ولا بديك شي بتعيش بالدولة بس تدفع جزي طب ليش عم بتدفعني جزي لا بتعرف ليش عم بتدفعني جزي عم بتدفعني جزي عم بتدفعني جزي اللي يخلوا المسيحيين اللي عاشوا بالدولة الاسلامية ظاهريا يقولوا لا اله الا الله بس حتى تسمى دولة اسلامية هذه حقيقة الموضوع قانون الجزي فرد لهذا السبب انه هاي المنطقة كل اسلامية ما فيها مسيحيين المسيحي بوقتها مش قدران يدفع جزي واليهودي مش قدران فوضعوا هذا القانون الظرفي اللي وضعوا هذا القانون حتى يسموا منطقتهم كل من اسلامية كل من هو فيها مسلم وكل من فيها لازم يروح للحرب وكل من فيها لازم يسبي وينكح حجر بشر طائر حيوان كله ينكح كل شي بيتحرك ينكح هادول هن مصابين بمرض نكاح الاطفال مصابين بمرض الهوس الجنسي مصابين امراض لا تحصى لا تحصى مجتمع قبلي وانت جيت اعطيته سلاح لاجع محمد على مجتمع قبلي وزوادهم بالسلاح وزوادهم بآيات للقاتل الاخرين وفلتوا وهدينه ازا فيك ندينه بهائم وفلتت ولا يزالوا لليوم بعد 1400 سنين الوصف لا يتغير جواب عبارة عن بشر عقليتهم مش طبيعية انسان يتجوز من طفلي عمره ست سنين بيقلك اس وطن برسول الله ياخي ازا رسول الله تعولك كان عنده مش كليه مثلا هادا الزلم كان مش طبيعي انت وين ادميرك ما بتفكر بيقلك بيجوز سبي فلانة بالحرب ياخي ازا رسول الله تعولك كان مجمود يمكن رسولك تعالق لك تعال نحكي بمنطق اخر يمكن نبيك ما عامل هيك ونحنا وصلت له صورة مشوهة ليش ما بتفكر انت ليش ما بتشغل دماغك انه هذا الامر اللي انت عم ترتكبه منافي للعقل ومعارض للعقل بعدين فيك تدخل باسلوب النقد والتحقيق بالتاريخ حصل ولا ما حصل كان ولا ما كان شو بيقول فلان وشو بيقول فلان انت كتعم تقول كتعم بسمع مش ساعة حلقتك انت قلت هيدي هي سياسة الخرفان فعليا خرفان برابعة العدوية بمصر كل الاحترام والمحب للاخوة والمصيين كانوا مجتمعين ولا الاخوات بيطلع واحد بيك الان وصلنا خبر كلهم بيسمعون مات الطاغ يا بشار الاسد الله اكبر كبير كلهم بيصير يكبر بعد دقيقة الان بيجي عبد الله وصلنا خبر فرار بشار الاسد الله اكبر بيصير يكبر تعرف ان لو كنت موجود لو كنت طلعت دعوسته لهذا بإجرائيه لحطه دعوسته وقام تكذب علينا مات ما مات انقلع بدا تقول خبر صعيب بس هيدا دليل على الخرفان خرفان وخلص بيفقعهم للخطبة جان بيطرق الخطبة وباخر الخطبة شو بيقول لك الله اكبر بتقضوا وراحت العالم بالعاطفة وبالأحاسيس سياسة مشهورة يعني سياسة معروفة السيطرة على الأحاسيس قتل فلان بمعركة فلانة حمل السيف وقتل سبعين منهم وهو عم يحكيك بيراق صوته وتغرغر الدمعة بعيونه وانتي عم تسمع له يا ليتني كنت معه لهذا الانسان لقاطل بطرف شوف هذا الانسان ليش طليع هذا الانسان شو عم يعمل شو تاريخه شو سيرت العاطفة والتهييج وعنده شغلة حلو لكن القصة عنده النشيد هذا انتبه هذا الموضوع منه مصخرة وهذا الموضوع مش مزح هذا الموضوع له خلفيه كل قصة عنده له النشيد اذا مايت شهيد على الجبل بيطلع لك نشيد اخي اللذي مات على زاك الجبل بيعملونه نشيد بيحركوا مشاعر الناس بيلعبوا على مشاعر الناس انت جيت مثلا كشرطة اخدت واحد زتيته بالسجن تاني يوم بيطرقونه نشيد اخي اللذي خلف القطبان محضرين عندهم فريق تلاقيه عم يشتغل وفريق من التخلف فريق من الجهلة فريق ما بيعرف راسه من اجماله مشاعر قال الله وقال رسوله كتبه العلميه اللى قريقه مسلم والبخاري هذين كتبه اذا بده بنروح بالكون والنجوم والأفلاك البيت точно يفتح مسلم والبخاري اذا بده بنروح من التركيب الماء هذه کتابه لا اعندو شيء آخر اخترق عني القرآن اخترق عني الكم mechanical بخاري موالي اخطرق شيء مفيد من هذه الكتب. ما فيه كتب انتهينا من كتب شرائع. كتب شرائع يعني. بنا مكتب حديثك هذه الكتب اخترعت لنا التفنن بوسائل التعذيب والقتل والاجرام بصراحة يعني. ما شفنا من هالكتب غير التخلف والانحطاط اللي نحن فيه للأسر. أخي دانيال يعني خلينا نفصل البصل. أوروبا اليوم اللي شايفينا بهالتقدم الحضاري الموجود. برأيك لو التنويريين بعض القرون الوسطى ببداية عصر التنوير لو لم ينجحوا بتحييد الكنيسة عن الدولة. برأيك كيف تكون شكل أوروبا حاليا. يعني بشكل عام. لكن الحروب المسيحية المسيحية تختلف عن الحروب الإسلامية على الإسلامية. خلق أنكم منصفين. أنا لم أحب المسيحية. للاحظت أن كل كلامي كنت عم هاجم فيه المسيحية. هذا أنه أنا مني مسيحي. وحتى أفكار المسيحية ما بفوت براسي. لذلك حتى ما أحد يعتبر أنه أنا مدافع عنه. الحروب المسيحية ما استندت لآيات. ما استندت لنص مقدس. الحروب المسيحية كانت بان بعضهم بناء على اختلاف وجهات النظر. الحروب الإسلامية على العكس. استندت لنص مقدس. الله قال هك. ففي فرق بين هذا المركز وهذا المركز. التنويريين بأوروبا بشكل عام دفعت الكثير من الدماغ. ملايين الأشخاص سقطوا بهذه الحروب. واحدة من هذه الحروب هي الحروب الفرنسية سنة 1562. وضلت لسنة 1598. قطرة طوينة. كانت هذه الحرب بين الكاتوليك الفرنسيين والبروستات. وحروب مدمرة ومزلزلة كانت وقعة مرعب كانت وملايين الأسلق. حتى ألمانيا نص شعبة اتل بهذه الحروب. فاستيقظوا هؤل الناس. استيقظوا الأوروبيين على فكرة. إنه أبدين ما أعطاهم اللي هني عم بحاولوا يوصلوا لأني. ألا وهو التطور. الاستقرار. الأماني. فحيدوا الكنيسي. زيحوا الكنيسي. وعملوا بشي اسمه القانون الإنساني. يمكن من وجهة نظرهم هني الأوروبيين الكنيسي ليست سهلة. هم نحكي عنهم هني نعم. مش ودك فيني أنا. من وجهة نظرهم الكنيسي ليست سيئة. والدليل لا يزال بأوروبا هناك ناس مؤمنين. وبروحوا على الكنيسي. إنما الإيمان لألم. الإيمان لألم. وبنفس البعد في المفتنيرين المتنورين كما وصفتهم. اليوم بتشوف بأوروبا بيعملوا لك فلم عن يسوع مضحك. أكيد بتشوفهم. ما أحد أقاله معك. في غنية I will survive بيبقى واحد مثل يسوع ماشي بالشرع وبيشلح. فلم بريطانيا هو يعني. ما في مشكلة ما سمعنا أنه قتلوه. ما سمعنا أنه هددوه بالقتل. ما سمعنا أنه نكحوه. ما سمعنا ما سمعنا ما سمعنا. يعني ما سمعنا ما يرسوا عليه الدكتاتورية. لا بلعك هو حر يقول لي بدو. عفوا. المستنيرين بأوروبا استقطبوا المسيحية. مش المسيحية استقطبتهم. هم استقطبوا المسيحية. وروضوا المسيحية بالنزاع. بالدين أروحوا عباد حجر. ما إلي عندك. ما إلي عندك. روضون وفصلون عن الحكم. فصلون عن الحكم. الكنيسة عبارة عن مكان للعبادة. ربك موجود. ربك مش موجود. ربك صلب. ربك مش صلب. هذا موضوع بخصك. أنت ما بخصنا. ما بخص الدولة. وسياسة الدولة. فتطلع على أوروبا هلأ. بتلاقي أوروبا المتطورة. أوروبا المتينة. أوروبا المسلمين. يعني يعني يهربوا لائلة. أوروبا يعني الكافرة الملحدة الزمضيخة. المسلمين عم بيموتوا بالبحر يعني. يعني بتأسف يعني هذا الموضوع أكيد. يعني مش عم. مش عم بستهزئ. يعني بتأسف أنه يموت إنسان بالنافع. عم بيموتوا بالبحر كرام. ويوصلوا على أوروبا الكافرة الملحدة العينة يعني. انت لا يجيل؟ هيدا المفروض الشيء اللازم يحصل بالعالم العالم. تجريد رجال الدين المسلمين من قوتهم. تجريد من قوتهم. لا يوصلوا لمرحلة التطور والروقية الآخرة. لأنه الدين هو السبب بيرجوعنا إلى الخلف. ما عم بقدم لنا شي الدين جان. ما عم بقدم شيء. إذا كان قانون ثابت أوكي. إذا بدك تعاطى مع القرآن. بأنه كتاب. آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ. فما في مشكل. هذا الكتاب فينا نحتفظ فيه. ما في مشكل. بس تجي بدك تلزم الناس بالنص الموجود بهذا الكتاب مئة بالمئة. لا ما هيكتشبه. ما فيني إجي قطع إيد إنسان لأنه سرق أنح. ما أنت حتدمره كل عمره هذا الإنسان. عنده كلام جديد حلو شو يقولك؟ بيقولك بيقطعونه إيده من نقمة. عطلته لعنت أختي وأنت خلاص. قطع له أصبع شليته. أصبع شوان أصبع. أصبع واحد خربت له إيده كله أنت. يعني عم بيحاولوا ألي عدله بشي. لا عدلوا نصفول هذا الموضوع. قولوا إنه هذا الموضوع ماشي. كان هديك الأيام. وبطل فينا النفذ. وهلأ خلوه ننطور شوائي خلوه نعدل شو. نحن. عفوا. كتاب تاريخي مثل ما قال السيد رقمني يعني. بكافخاء أوكي يعني. يعني عباد ربك بقوانين القرآن. بس خلي كتاب تاريخي مثل ما فعلوا اليهود فعلوا المسيحيين يعني. وخلي معا خليه بجامع. خدوا على الجامع. بس ما تفرضوا علينا يعني. بالضبط يعني. ككتاب تشريع ككتاب ككتاب تاريخي مقدر نستحصل منه شو حصل هون شو صار هون يعني. النبي مين كانوا أهلاء تجيب تسألني. بتقول النبي مين كان أبغض نسأله. وبالك أبو لهب. كيف أبو لهب؟ وبالك هذا الكتاب. في قصة بين النبي وبالك. وبالك شو اسمه وبالك أبو لهب. طبت يدي أبو لهب لك في. في نص عن الموضوع يعني دليل قاطع. فأنا قم استعمله ككتاب تاريخي. ومنه معيب. الموضوع منه معيب. ككتاب تاريخي ما هو تاريخي الكتاب ما عمره 1400 سنة. إذا جينا بدنا نصنفه هو كتاب تاريخي. والإنجيل كتاب تاريخي. التاريخ شو يعني التاريخ. يعني شيء مضى عليه زمن. هادي كتب مضى عليه زمن. أوروبا اليوم بتلاقيها. أنا هلا بطلع على البالكون. هلأ أولا يا ماني. بجيب صليب مثلا. وبولعه على البالكون. في عالم هم بتشوفه. ما حدا قاله عندي. ما حدا قاله عندي. واللي بتطلع فيه أنا بعلم. شو عم تطلع. يلا كمل طريقك. مش شغلك. المسيحيين. وتنزع شيء شيء اسمه. العصبية الدينية. تروضهم يعني. انه تهديهم شوية. خلوهم نكون منفتحين. خلوهم نتقبل الآخر. وكذا. فنشأ جيل من هذا الفكر. نشأ جيل من هذا الفكر. وبطلعين اليوم. عايشين مرتاحين. لك صارت هلا أحداث بفرنسا ببريد. يعني صارت قصة. لاحظ انه اللي قطلوا مدنيين. مش عسكر. رفتالي. اللي قطلوا مدنيين. واذا بترقب شغلي. وهذه الفتن هم. انه في. يعني يمكن. عشرة بالمئة من اللي ماتوا. ماتوا نتيجة التدافع. شعب مش مؤهل للمشاكل. شعب ما عنده مشاكل. شعب عايش على رواء. صارت قصة. يعني ماتوا من غلط. فهمت عليا؟ شعب هاك. خلاص. رود انه يكون هاك هذا الشعب. وهذا شيء جيد. ما خصني فيه هاني. ما فتش بالسياسة. لانه أنا بعرب بالسياسة. بس عم نحكيك يا شعب. شعب راي. يا خي هاهم بيوكراني. هاني علاواني. بنزل على الشارع. وبحكيك جد. اذا بيولعوا بيت جاري. بتلاقيني انا. لانه عربي. اكماشت. هذا. شو بيقوله. هلا بيضع الواحد اسمه هاني. المهم. سطل ماء. وصير تطفي البيت. بينما هني لا. هني لا. هني شو بيعملوا. بيتصلوا بالاسعاف. بيتصلوا بالاطفاقين. يعني. ما عندهم هالامور هاي. بينما انت لا. تختلف. فشعب عايش بيرواء. عايش يعني حياته بيحب الحياة. ما بيقزيك. الفرنسي ما انه عم يقزيك. هول اللي قطلوا بالمسرح صديقي. راحوا فجروا بسوريا. لا. هول اللي قطلوا بالمسرح قتلوا مسلمين. لا. يمكن يكون في منه الناس. استقبلوا مسلمين. وتجدوا اللي عندهم مهاجرين. انت مين اقتلت. وكذلك هذا موضوع. انا كيوم دي اتطرق. هالقصة الفلسطينية هاي معني. لو انه شوية صغيرين. لا تفضل. اليوم بتلاقي واحد. طالق بها السيارة. فيش اربعة خمس بنات. وشاب وختيار. وقفين على ناطرين الباس. ليجي. يجي فلسطيني بيدعاسهم. بيقتلهم. انت ليه. طب بتلاقيه حاطين لي صورته الشهيد. شهيد شو يا ابن الكلب. عفوا. سوريا لانفعال. شهيد شو. شهيد شو. شهيد شو. انت قتلت مرة ونساء. انت شهيد شو. بان لك عايشين باسرائيل. يا حبيبي. هل ما عندهم دولة. هذا اليهودي. ما عندهم دولة. وعندما تأتي للمنطق. هذه ارض اجداده. عطيني معلم اسلامي بفلسطين. ما في. سليمان. ملك اليهود. ملك اليهود. يعقوب. ملك اليهود. اسحاق ملك اليهود. وقبورهم موجودة هناك. هذه الأرض اليهود سكمة فعليا. بس البروباجندة الدطليلية. الإسلامية. نجحت ان تغير. هلأ اوكي عجان. ما فينا نجي نقول اليهود. للهنود الحمر. هلأ روحوا على امريكا. واحتلوا امريكا. لان ارض جدودكم. ما في ناس يعادل فيها. بس كمان في تاريخ ما فيك تزوره. في تاريخ ما فيك تزوره. هلأ انا كيهودي مثلا. مثلا. هلأ بقولوا هذا محمد او دانيال يهودي. ماشي. انا يهودي ياخي. باوكرانيا ما عندي حقوق. باوكرانيا ما عندي معابد. مثلا. بحما الحالي بروح على اسرائيل. لانه مؤمنين لمعابد. انا مواطن مدني. انا مواطن مدني. ما رفعت عليك السلاح. يمكن سياسة بلدي ما بتعجبني. فانت وقالت لعم تيجي تقتلني. هتدخل فيي عجاني بمفهومك يعني. هميقطله نساء. هميقطله اطفاله. بروح بحطولك صورا على الفيسبوك الشهيد الفلاني. يا حبيبي اذا شجايد. انت شجاع. انت بطل. انت مقاتل. انت بدك ترجع بلدك. روح اقتل جيش. واجه. واجه. انسان حامل سلاح. بالزمانات في قصة بدي اسكرها بشكل سريع موجودة على اليوتيوب. المقاومة باللبنان واتلكان الاسرائيلي موجود باللبنان. تبعي انا مش مع الاسرائيلي. انا بكرهن الاسرائيلي. الانسانية لازم تتخطى هذه المرحلة. طبعا. طبعا. الكرة الارضية كلها وطني بصراحة. بالزبط. اليوم يهودي. يعني حتى اليهود. الصراع اليهودي الاسلامي صراع ديني بحد. وهنا اصلا علمين على. هو صراع ديني. ما فيه شي تاني. هو اتفكر فيه شي تاني. هو صراع ديني. فقام. الزمان المقاوم باللبنان كان عندنا شي اسمه جيش لحد. هذا الجيش اللحد يا قصة مخصة بالموضوع. ولكن اخبرك الظروف كيفية. اعطي مثال بسيط. هذا الجيش اللحد جان هو لبناني. هو لبناني. قاموا الاسرائيليين جندوهم. وعملوا جيش قدام جيشهم. فقامت قائدهم اسمه. شو اسمه. لاحظ. بالزمن. قامت المقاومة بتقتله له هذا الزلم. بتختاله. قائد عسكري. ما فيه صراع عسكري بين بعضهم صار. الياني كإنساني بيحترم الصراع. بس ما بيحترم الفكرة الدينية. بس كإنساني. هذا محتلال لبلدي. او اخذ ارض من الارضة. كمقاتل انا بيحترمك. فبتع له كمقاتل. قامت المقاومة خططت لانه يتنون له هذا الزلم. حضروا معركة. حضروا عملية. اثنان ثلاثة. ألغيت لثلاثة عمليات مصورة على اليوتيوب الموضوع. في صور. فأجا السؤال للقائمين على المقاومة. هلأ المقاومة بهذه الفترة مش حسب الله اليوم تختلف شوية. في أمور كتير تختلف. فأجا السؤال للمقاومة اللبنانية. إنه ليشأل غايته العملية. فشو بيجي رد غرفة مقيادي. يقول الإنيمين كان معه كلب وكان لحد معه كلب عم يتمشوها. ما الوا زنب الكلب. القائمين على الموضوع. مش عم بحكي القيادة. يعني ينفذو الموضوع إنسانيين. خلالك زنب ألك كلب. انت أنتليم ليس اقتل العسكرية متى عم تقتل القائد. فلاش الفلسطيني اليوم لا يفعل هذا الموضوع؟ لماذا لا يريدن على المواجهة عسكرية؟ لماذا لا يقدم الأطفال ونساء؟ لماذا يتعدى على هذا المساق؟ أنت بطل، أنت شجاع، دوع قاتل عسكري مثلك، مثل وحامل سلاح، لا تذهس نسوان، وتقتل أطفال، وتطعن شيوخ، رجال كبار بالعمر، ما على السياسة ولا ضد السياسة، أنت جبان، ما عليك، واجه عسكر، كون عسكري، بعدين، أنا أريدك للصراحة، الله مع إسرائيل، الله ليس مع حماس، أنا بالنسبة لي، الله إسرائيلي خي، الله إسرائيلي، بفتولك بمعركة، عم يأكلوا قتل، عم يدعوصوا، وآخرت النهار شو بيقلك، انتصرنا، بشو انتصرت؟ بشو انتصرت؟ دمرت المدينة، بشو انتصرت؟ منعنا العدوان، بشو منعت العدوان؟ بات ما عندك تسكت فيه وبتقول لي منعت العدوان؟ دخلنا بسياسة، نحنة بس plain عن حكي، هو هذا الإسلامي والإسرائيلي، صراع ديني بحث، ما في شيء خالز ما في شيء آخر، متل ما كان كما كان الصراع الصليبي إلى آخرين، هذه بشكل عام لمحة. إذن دخلنا فيها، نحننizationsにقول للي تدخل فيها. نحن نريد أن يتضعنا صلاحنا بالأسف يعني يتضعنا صلاحنا بالأسف وماله طعامي نهائيا على ذكر الانتصار أنه انتصارنا وهنا لا شيء هاي موجودة بالثقافة الإسلامية العربية بشكل عجيب يعني يوم الحرب السبعة والستين صارت فعنا بسوريا والنظام طلع إيه نحن انتصارنا لا ركش خير إلا أنه تمينا بالحكم يعني بسيطروا جان على الناس بالانتصار الوهمي ما في انتصار أنا طلق الله مع أسرائيل مش مع حماس كل فترة بيعملوا قصة كل فترة بيعملوا روي هلأ تعالي لك نحكي إنسانيا وقتلي حماس أخذوا جنديان إسرائيلي أنا انبسطت أنت عم بتصارع عسكريا مئة بالمئة ما في جدال معك أنت تعتبر هذه الأرض أخي داخل يعتبرها قلو عم بتطبشوا بعض أنا عم زقف الكل براب وأطلب بعض لأنكم اثنان بلمخ بنظري يعني يابتوصلوا لصيغة اتفاق وقادرين تعملوا اتفاق يابتوصلوا لصيغة اتفاق وقادرين تعملوا اتفاق أنت عم بتقاطل عسكري أنا حامل سلاح وأنت حامل سلاح أو قتال مشروع بين بعض يعني زلمي لا زلمي خلا نحكي بالمشاب راح يعني ولكن أنت عم ترى تحمل سيارة أربع خمس نسوان وقفين ناطرين الباص ليروحوا على شغلهم جاء عم تدهسهم عم تدهسهم وشوف الإعلام الوسخ تبعهم يعني الله أكبر عملية ما بعرفشو يا رسول الله عملية محمد رسول الله اللي دهس أربع نساء ما بيكتبوه المم المنافقين ما بيكتبوه يا جان ما بيكتبوه دهس أربع نساء دهس أربع إسرائيليين ما بيحددوه بخافوه بخافوه صراحة اللي يقوم بهيك عملية مدل من ثقافة رجلة من يعني يعني إذا تعبيراتنا ليس رجل يعني طبعا ليس شيء رجولي أصلا يعني روح قاتي هذا عائد يعني على الثقافة اللي تربى عليها يعني محمد علمه الحرب وخد عفا صحيح الأطفال كل عداء والنساء عداء كلهم عداء يعني فهذا هو يعني بشكل عام صديقي يعني اللي كنت بدي يقوله أنا ما بيكره هون فالفلسطينيين طيب فضل عندي السؤال هون المقارنة إذا تقدر تقارننا بين الدول العلمانية الموجودة حاليا والدول المعتمدة طبعا الإسلامية لأن الدول الإسلامية الوحيدة هي التي تعتمد على الغيبيات بقوانينها بترتيباتها فإذا مقارنة بسيطة لو سمحت بس أدلي السؤال السؤال كيف تقارن بين الدول التي تعتمد في قوانينها على الدين والدول العلمانية تعتمد بشكل عام بسياستها على الدين دول ممكن تراجعها أو دول ممكن نحاسبها لأنها تعتمد على مص مقدس وخلص الدول العلمانية القانون صناعة الإنسان القانون صناعة الإنسان بيجي أنا وجوان كريم هاني مهند بوسعينة مجموعة نجتمع ونتفق نتفق على شيء هذا الشيء هو قانون إذا شخص سرق منسج نو 3 شهر إذا شخص نهب منسج نو 6 شهر أول مرة تاني مرة تالت مرة منوضع قانون هذه العلمانية قانون إنساني لا يرتكز لا على دين ولا على شيء أما الدول الدينية ترتكز بأحكامها على نص مقدس ممنوع نقرب عليها إذا اعترضت على النص إذا وقت لقلت له نوقف قطع يد السارخ بالسعودية يقول لك أنت عم تعترض على حكم الله أنت عم تعترض على النص نازلنا عند الله كيف بدك هذا الموضوع كيف كذا 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 هذا السبب يلي بيخلي الدولة المحكومة للدين دائما دولة رجعية ما في ممكنين نتطور لك لا الإمارات إذا بتروح على الإمارات الإمارات جنة كلمة جنة يعني وصف جميل بس بتحس لهدي البلد مركب تركيب منا حقيقية تحس بلد منا حقيقي ما فيه شي حقيقي هذه البلد ليس طبيعته لهذه البلد ليس مناخ لهذه البلد كله تركيب هل تفهم عليم؟ بس عندهم مبدأ القانون القانون رجعي بلد من أجمل البلاد بس قانون رجعي الأحكام المعمول فيها بديك كلها رجعية تحتكم للإسلام بس قانون رجعي 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 الهندي الباكستاني الأفغاني ما فيه أماراتيين بس تشوف إماراتي كأنه ملاكة كلها أجانب بلد مركب تركيب هايدي البلد المتطورة محكومة أيضا لشو؟ للدين فبتلاقي فيها مشاكل فيها مشاكل خلص فيها مشاكل يعني بتلاقي مثلا العسكري مسموح يا ربي دقنو يعني ما عطينو للعسكري للشرطة فراري فراري ما عطينو لمبرجيني مصور سيارة الشرطة لمبرجيني يونيكا ما اللي كاني شفتن انت ليه؟ بس دقنو هالقد يعني البرغوت هالقد بقلب دقنو ما رب تجيب؟ هذا بس بد يساوي دقنو يمشي الدقنو ما يمشي طب فرشاي يجيب هاي تعيط الحق اللي عرفتها اللي بينك شو فيها هيساوي الدقنو هاي بيقرف منظرك تمامت عسكري مفروض منظرك اندامعك كذا واحد سيلي لمبرجيني طول دقنو ما ترهص يستعملها ميكنسي بالبات يعني زاد عميحكي هل زو عميحكي هو إياك بتلاقي كماش دقنو هل روح يقرأوا الجرسيم والحشرات اللي بتعيش بالدقن الطويلة في عالم عمل موضوع طويل عريض بهدلوا فيه يعني أنا لا أستغرب لأنه محمد نبيون كان قمل بصراحة فيه قمل الدقنو فيه قمل يعني وهي موجودة بنصوصا يعني ما عم نجيب شيء ما عم نقلف نحن من عنا عمل لك فيه عالم عمل موضوع طويل عريض طويل عريض عم موضوع الدقن خبرهم شو فيه باكتيريا عملهم عمل بروجرام الزلمي يعني ضيع من وقته يمكن شيء ثلاث أربعة تشهر لا هيقول أنه الدقن الطويلة بتحمل باكتيريا بتحمل جرسين بس نحنا لليوم لليوم سنة النبي محمد اسوى بالنبي محمد دقنة متران ونص يعني مش هاد دقنة منظرك مقرب منظرك اليوم لا اجتماعي يعني نحنا اليوم قلتلك الدين محكومة لنص ثابت لا يحتمل التغيير خلص الدولة الدينية محكومة لنص ثابت لا يحتمل التغيير الدولة الألمانية محكومة لنصوص تبدل وتغير مع الطبيعة والتطور الإنساني بس تجي تقول له انت دقنك هيك شكلها غلط هايدي الجرافي عنده إلا اسم عفوا معيب بيقول لك إلا اسم بيقوله رسن هاي في شوني رسن؟ هذا الخمار أشائدكم يعني خشب السمعين جروب حبل فبيقولوا على الجرافيات رسن لأن مجتمع متخلف ما بيلبسوا الجرافيات بيقولوا لها رسن انها تعيت الحمارة عرفتين؟ طيب تجي تقول له حلوء دقنك بيقولك لا سنة النبي عمره 1500 سنة خلص سنة النبي طيب الدولة العلمانية ليش حالق دقنك انت تسأل واحد انت ليش تحلق دقنك؟ بيقولك لأنه بالمجتمع يعتبر حلق الزاكم من الدقن من النظافة والجمال بيacağız القانون متقلب القانون مابيم نعك تحلق دقنك والقانون مابيم نعك تربي دقنك بينما الاسلام بيمنا عك تحلق دقنك لكن مابيم نعك تربيك ولو بعد مليون سين ببدي يضل يمنا عك تحلق دقنك مابيم نعك تربيه فهذه الفروقات بشكل عام بالمسف يعني الشكلية لطابع خاص بكل دين يعني اعتقد كل الديانات انا بصراحة ومعن بفهم شو مسألت انه تربية الدقن يعني بكل الغيبيات روح شوف المسيحية اليهود البوزيين القرود السود كلهم بيحبوا الدقن الطويلة بيحبوا النشح هذا شو القصة معن بفهم سنة النبي خلص سنة النبي يعني اوه سنة النبي محمد يعني المسيحيين كل احد عنده دقن مثل مؤشر قديما قديما ما كان متوفر الادوات يمكن لحلاقة الدقن فكان يمكن اطلاق الدقن سنة النبي محمد ايضا اطلاق الشعر الشعر الطويل لماذا ما بيربوا شعرهم فيه رواية بتقول انه كانوا يوحنوا شعرهم اوه ليش ما بتعملوا هذه سنة اليوم كمان لا هذه سنة ما تطبق ما كان الدقن طول مترين تطبق بيرحكينا عن نحكي كمان بموضوع انت معك خبر تارك الصلاة يقتل تعرفها هاي معك خبر انه تارك الصلاة كسلا يقتل اذا انا تارك الصلاة عن كسلا اقتل كمسلم هولي بأدنى هولي يمكن بمرحلة من وراحل ملقوا من يقتله ملقوا من يقتله قتلوا المسيحيين خلصوا عليهم قتلوا اليهود خلصوا عليهم بلا شو قتلوا بعض دين دراكولا دين دراكولا ما في عيش بلا دم دين مصصين دماء يعني قتلوا العالم كلها وقرضوا المسيحيين وقرضوا اليهود من شبه الجزيرة العربية لعنوا أبو أفطاصن هربون الى الجبال هربون الى بيروت لبنان حروب القديمة من بدون يقتله ما مقفى حدا بلا شو سنة دروفتين ببعض تارك الصلاة سهو كثلا كثلا اخي انا اليوم قد عن الظهر ما بدي صلي ما بدي صلي ما بدي صلي ما بدي صلي تبت علي تعتبر شو مكسل عن الصلاة تقتل تستتعب ثلاثة ايام وتقتل الردة احكام الردة مش موضوع بس قتل اذا بتيش بتقرأ نص حكم الردة مرعب مرعب اول شغل في نوعين من الردة فطري بديش اشرحو الى اخرين اول شغل مرتق تطلق منك مرتق مش بحاجة انك تقول النص الطلاق خلص بتعتبر بمشارد ما انت تشهر بردتك مرتك ما بجزلة تدقرك مرتك ما بجزلة تدقرك بس بجزلة تفرمن عندك اموالك تستباح اموالك مش لقلك عردك مستباح ما قالك وصايا ولا سلطة على هذا العرض شو ها مين هول مين هول اللي وضعوا هذا القانون مين هادي الناس اللي وضعته نسأل سؤال من من يوال اللي وضعوا هذا القانون شو بمثله شو هنه هذا القانون في ناسح انا نحكي كلمة هلا وضعته اين عقول الناس اللي بتجي بتطبق هذا اللي يبقى عميقته الانسان بضمير مرتاح شغل دماغك لماذا ترجمها لها مثل من يومين شفت فيديو بسوريا عميرش مبنت عم تقوله لابايا سامحني عم بقى لا بدي سامحك لك يا خي وحدي حبت واحد وحدي حبت واحد وراحوا بسهروا مع بعض فبتعلي وين المشك ليه وين المشك ليه انت اجتماعيتك ما بتسمح اوكي اموالك مع الامر اموالك اموالك تجوزوا وخلاص خلصنا بس لاش عم تقتلع شو عملت شو عملت فيه مبدأ شو عملت هاي وقاتت لي نامت ما قول هذا الانسان اهتز عرش ربك ولا وقع ربك ان السماء خبط بالارض شو صار فاهمنا شو صار جبرايل غاب عن الوعي ميكايل غط عيونه مرأ مازك درب مازك تاني شوهت الكون بسببها الفعلي فاهمونا شو صار هايدي المرأ وقات لي عملت هايك شو صار شو صار ما صار شو صار المشكلة جانيال يعني الاسلام هو الشكل الشرير للبشرية للانسان ضد الحب الاسلام والحب اعداء يعني صحيح ما في شي اسمه حب الاسلام صحيح حتى هاي هاي النصوص كل النصوص حب الله حب رسوله غيره ما في محبة اصلا لا يعرفون المحبة المحبة للأسف للأسف يعني شيء معيب بمجتمعنا يكون شيء عيب شيء عيب انك تحب مية بالمية وضعوا فكرة ألا وهي أعداء المحبة وأعداء السلام السبب الظروف ما بعرف يعني لاش كان موضوع هايك لماذا أموره موسني تلاقيك ما في جواب ما في جواب حتى هاني بين بعض غير متسامحين حتى هاني بين بعض غير يعني 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 بيقلك ما تضحك كتير تضحك يعني يجيب الشياطين بك عم بش بيقلك ما تفرح كتير الفرح ما بعرف شو بيعملوا لا لا شوف الاسلاميين المتشددين هدول اللي بيطبقوا الدين اللي بيطبقوا عن نصوص مية بالمية فرج عليهم تحسوا إنسان مريض أنت مش طبيعي هذا إنسان مش طبيعي هذا إنسان مش طبيعي مرضى نفسيين هذا اللي بدي انعلاج يعني ما بيبتسم مشافي الأمراض العقلية لازم ما بيبتسم عطول عابس إذا ضحك انت بتلاقي عبس وبعد الضحك بيستغفر الله أنه ضحك لا لا هم تستوعب كيف موضوعهم يعني وشوف شيوخهم أحليها يعني في عدد حيواني عفوا الحويني هو نفس الاسم حيواني وحويني يعني بتشيبه قلم حيواني بصلاحة العلمية لكل ما هذا القلم يعني ولا شوف لي أداك اللي عطولي ينسى لي اسم الغدد هذا العريفي كل موضوع ينسى اسم العالم يعني جون سماس عوّفني الله أن يدور على جون سماس ما كنت لقيله جون سماس هذا العالم للقرآن ما كنت لقيله ما كنت لقيله ما عامل إيه لهذا العالم لا تقريبك أكيد بك يا رجل بقليش أبدأت أسبوع بحث 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 لا استعملت الاسم على المترجم بالإنجليزي كتابته بالفرنسي كتابته بالإيطالي كتابته بالعربي وصلت معي بالصيني عملت بحث ما فيه ما فيه وموضوع الغدي النسي اسمه مصيبي هاي هاي دي هاي دي هاي دي الفيلم كيف هو يطلعوا لا جون سماس هلأ أنا بقدر أضحك عن الناس أنا وأنت مقدر نضحك عن الناس بس انتبه ضحكنا وكذبنا في ناس تأتي بتكشفوه أنا أقول لك يا جون بارح أنا كنت عم بحضر برنامج للدكتور البروفيسير العالم الصواريخ النووي الكيميوي السماوات والأرض شريك الله في الملك بطرق لك اسم له مرحب شان جمعات شيتوه وكذا بيقول انه اكتشف انه الله موجود على المريخ والدليل كذا وكذا وكذا فيه ناس بتصدي فيه ناس بتصدي وفيه ناس بتصدي وفيه ناس بتقول عني مجنون وفيه ناس بتقول معقولي على الحكي فيه ثلاثة أنواع من الناس فيه ناس بتصدي فيه ناس بتستغرب وفيه ناس بتبحث هتروح بتكمشوا هدا الاسم اللي انت قلت وتسجله تعال نشوف من هو هدا المجنون وبيبحثوا عنه وفيه وقت ليكتشفوا انه هدا الاسم مش موجود او هدا الزلمي مش موجود هيكتشفوا انك انت انسان فارغ ما عندك شي ما بتملك شي همتكذب على الناس وخلاص بس لا اكتر ولا قال وهدا موضوع عديك يوم كنا عاملين حلقا ما هي الاعجاز العلمي بالقرآن اسمي عن اخته بدنا اسم اسم مرعب يعني يقولوا لك ذكرت الايام 365 يوم وذكرت شهر 12 مره جبنا القرآن ياخي فتحنا القرآن عد من بحبيش طلعت الايام مسكوري 200 وممكن اشي 10 مرهات والأيام او الأشهر شي 32 مره يعني مش متل ما عم بيقولوا امه مبططة منهم جبتوا المعلومات ثم عول المعلومات هي بصراحة انا بقول ان هن بيستعملوا المعارض كتير حديث المعارض يعني هذا حديث مثل ما اقول الحرم في الإسلام يعني يستعملوه كتير لذلك ينسى الغدة ويجذب عن الناس حتى اذا بيعرف حاله عم بيجذب محلل لانه يجذب لا نستغرب يعني صحيح صحيح اخي دانيال خلينا نرجع لموضوع الحرب نعم بدنا كلمة منك للملحدين اللي خايفين يجهروا واحد وكلمة للخجلانين يجهروا يعني على في ناس مثلي ومثلك يعني عايشين بأوروبا ومع ذلك بيخافوا يجهروا بيخافوا يحطوا لايك حتى على مسألة إلحادية بشان مثلا أهاليهم والميمين كان ما ما يقول لهم والله شو عم تساووا شو انتم ملحدين يعني بدي كلمة هيك تشجيعية للي خايفين واللي خجلانين شو رأيك بالموضوع وشو بتقدر تقول لهم فضلك هي مش حتكون تشجيعية بقدر ما حتكون شوي هيك يعني كلمة قاسية اليوم انت إذا عندك فكرة جون ومؤمن فيها المفروض انك تدافع عنا هذي الفكرة وتبرز هذي الفكرة يعني لكل اللي مؤمنين بالفكرة الإلحادية اللا ديني الربوبي الى آخرين المفروض انتم اليوم مش تجهروا في معنى انو والله نحن حابين نكون ملحدين او شوفيني اني صرت ملحد لا انت اليوم مؤمن بفكرة المفروض تشجع على هذي الفكرة وبس تشوف هذي الفكرة عم تتطابق مع أفكارك المفروض تتبنيها بس يكون نفس الوقت عندك القدرة على الدفاع عنا هذي الفكرة بمعنى اذا انا شفت جون كاتب انو دعونا ترح مثلا انو النبي محمد تزوج من فتاة عمره ست سنين اسمها عايشة ما في مانع يجي انا اعمله لايك لجون مثلا اذا اجي انسان مسلم هما بيعرفني اني ملحد بدوا يسألني بلو يا خي ما مضبوط الكلام ما النص الفلاني بيقول كذا يعني انت فيك تشارك كملحد كلا ديني كربوبي فيك تشارك بقدرة معرفتك هذا الخوف مشكل الخوف عم بيخليون يستبيحوكن أكتر والخوف عم بيخليون يقتلوكن أكتر وقت لتطلعوا وتحكوا أفكاركم وقت لتطلعوا وتطرحوا مشاريعكم وإيمانكم بالأمور الالحاد ليس دين ما مالو ركائز الالحاد فكر نفي وفكر معارض لذلك منو دين الالحاد دين شكرا لنا اعترف منو دين الالحاد قانون الالحاد بشكل عن قانون ما له تعريف محددين وبينشأ من الالحاد خلال نسميهم طواقف كلمة طائفي ليس كلمة دينية وضعوها في الدين طائفي يعني فرقة وبينشأ من الالحاد فرقتين الا ديني والربوبي بس المصدر هو الالحاد الام هو الالحاد وخرج مننا هذه الطواقف طائفي يعني فرقة في ناس عمل لها تستاضي الكلمات يعني اعلم لك شو قال ما قلت لكم الالحاد دين الله هو اكبر والي بدون يهدموا ديننا في ناس تستاضي بالماء العكر يعني بحفوات اللسان فعلا الاصدقاء الملحدين واللدنيين والربوبيين بس اتصحو لكم الفكرة الفرصة اصدقائي تطلعوا تحكوا تواجب طالما انتم متخبيين وخجلانين رح يستباحوكم اكتر رح يقتلوكم اكتر لانه بيعتبروا ماء لكم وجود وقلائل لما يكتشفوا هذا الكم الهائل والكبير منكن يعني اليوم مواحد بيعمل مجموعة مثلا اليوم جان عنده مثلا صفحة هذه الصفحة فيها سبع تلاف مشترك بنزل منشور في مشاركة من ثلاثة اربعة هذا شو بيعني؟ تبعدوا لك سبع تلاف من انه مخابرات وتحرية؟ لا اغلبيتهم ملحدين بس بخافوا يتابعوا او بدوا يعمل حساب وهمي لا يجي انا عندي مجموعة وبعرف عندي عش تلاف مشترك بالمجموعة نصهم بحطين صور لبروفيلاتهم ونصهم عندهم حسابات وهمية لا يشاركوا معك فالمفروض المفروض انه يطلعوا يحاولوا قدر المستطاع عدون تعريض نفسهم للخطر يحكوا يبدوا رأيهم يطلعوا وفقهم بشرط ما عرضوا حياتهم للخطر تقص اهم شيء هذا المقطع انه ما نقتل بسبب الفكرة يعني طبعا حتى يعني يكونوا مشجعين للاخرين جون وبنفس الوقت حتى يخف الاستباح فيهم انه عم يستباحوا لانه يعتبرونه نقلال انه قابت جيبت له الواحد اني بلبنان بعرف الف ملحد بيقول لي كل لبنان ما في متان ملحد ويا حبيبي بعرفت انا عندي اصدقاء الف ملحد بيقول لي لا 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 عم بتكذب هو فعليا باللبنان في عدد كبير من الوحيدين او اللادنيين بس مش ظاهرين عن نفسه فكيف الناس بيتعرفون بالضبط يعني مو بس بلبنان بكل كل الدول كل دول العالم يعني موجودين الملحدين بشكل نسبة كبيرة خصوصا يعني بالسعودية هاي تقارير رسمية يعني ما انه وصل لخمسة وستة وسبعة بالمية يعني فما يمسألة انه واحد واثنين متل اطلع الازهر والله كل الملحدين دي مصر مو على اثمانمئة واحد ولا هل هل الخزعبلات الفاضية هاي فنحن بنشجع يا ريت يعني يا شباب اجهروا اجهروا خلونا نطلع صوتنا اخي دانيال شو رؤيتك لمستقبل الملحدين بالشكل اوصل الشمال افريقي يعني المستقبل القريب والبعيد الله يسترد قلي قبل ما جاءوا بعد السؤال انا كتعم بحكي عن الفلسطينيين فا اجاني كومنت بس انا ردة على الكومنت يعني انه انا كمان اي نعم كتعمول انه الفلسطيني عم يعمل اكيه كمان بالمقابل الاسرائيلي ما انه شريف مكة ابدا انا قالت انه الاسرائيلي مقدس ما الاسرائيلي كمان بيقتل اطفال و الى اخرين ففي ناس فهمت انه انا دافعت عنه ممكن للاسرائيليين لا مثل الشي الاسرائيلي بيقتل اطفال بيحجز بيخطف نفسه نصة الملحدين يمكن راحين لكارستان نحن اما كارثة حسنة اما كارثة سيئة اذا هذول الاسلاميين المتشددين حكموا فما حكون قلوب وجود الملحدين بشي اسمه العالم العربي ما في مجال يعني انت فهمان الفكرة كيف تكون واذا الاسلام المعتدل حاليا يعني عم بيبين حاليا يعني في ناس اسمه القرآنيين وما القرآنيين عم بيحاولوا يصلحوا اذا هذي الناس حكمت الملحد انه دور بالمجتمع وانه دور فعار بالمجتمع الملحد اليوم مستهدف لانه قليل وانه متخبه الملحد او اللا ديني او الربوبة مثل ما حضرتك اتفضلت انه طلعوا وحكوه وجهروا نعم بس يبين هذي الناس وتجهر هذي الناس باوه من نفسهم ليه؟ بس يصيروا عدد يعملون حساب بس يصيروا عدد سبلك توجههم بفكر توجهك توجههم بالقتل اليوم اذا انا عندي ضيعة انا حكمها بقلبة ميت شخص اذا واحد من هذي الميت شخص ملحد فين اقتله؟ فين اقتله؟ فين اقتله؟ لا احد سيعمل مشاكل بس اذا اكتشفت بهذه الضيعة في اربعين واحد ملحد ما فين اقتله؟ بتصير صورة بس يكون العدد كبير يعني تحاط هذه الامور وتطوخ هذه الامور مستقبل للحاد مستقبل جيد بالشارع يعني باعتقد الملحدين واللا دينيين رح ينهضوا بينا بشرط انه يعني ما يقمعهم النظام الاسلامي الحاكمي بس هذي الفئة رح تنهض بهذه الامور يعني متأكد يعني اللا دينية والالحاد والربوبة قريبا هول الناس هتحكم هذي البلاد يعني بالقريب مش البعيد يعني بالقريب القريب قريب جدا لا لانه اليوم الصراع الاسلامي الاسلامي الموجود بالعالم العربي كشف صورة الاسلام يعني بنوعيها بالمعتدل والمتشدد كشف ففي كثير ناس خرجت ففي كثير ناس ما اختارت لالحد بقيت لك اني لا انكر وجودك اختارت اللا دينيين انه انا مؤمن بوجود مدبر لهذا الكون بس ما انه رب لا القرآن مثل ما قالت ولا الإنجيل ولا التوراد بس خلوا لي الإيمان الإيمان مسألة أملية أمل 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 كيف يعني أنا بفتح مشروع وبيبقى عندي إيمان انه هذا المشروع بدي ينجح يعني الإيمان هو الأمل وأني كإنسان مثلا ببقى عايش حالي من الفقر والتعطير والشحار بيبقى عندي إيمان اني حعيش حياة تانية هيدا هو الإيمان الإيمان ببساطة هيدا وهو الأمل الأمل بتغيير بالتحسين بالنجاة فكمان حيانيا دايو المدى الملحدين بظنة واللا دينيين والربوبيين قالهم القيادة قريبا جدا 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 هيدا الناس هيدا هيدا الامة وباعتهد المجتمع العربي أو الشرق أوسطي قريبا ما حيمحي الفرق عن المجتمع الأوروبي إذا إذا تولد قيادته هيدا الفئة من الناس اللي هم نحكي عنا الناس الإنسانية بتتعاطى مع الناس بإنسانية هلأ بيطلع لك واحد خلتان من الصحراء شو بيقلك شفنا الشيوعية شو عملت بروسيا وشفنا باتحاد السوفيتي وشفنا الشيوعية فهم نقول له يا آدم يلي قاعد مبعد بقية صحراء روح أقرأ الفكر الشيوعي والفكر الشيوعي السياسي في فرق متل ما في فرق بين التوراة والقرآن ما بيشبهه بعض الفكر الشيوعي هيجل ولا ماركس ما بيشبه فكر اللينين وستليم ما خصون هذا فكر سياسي هذا فكر عقائدي ما بيفهم عقيدة بمعنى مبادئ مش عقيدة دينية مش عقيدة دينية ما بيش بيقلك شفنا الشيوعيين يا حبيبي هذول الشيوعين سياسيين استعملوا الشيوعية وطوعوها بالسياسية واشتغلوا فشي انت تعرض لي مقارنة هل الشيوعية الأفكار الشيوعية هل الإلحاد بيقول اقتل المسلم لا هل الإلحاد عنده مص بيقول اقتل الضعيف لا هل الإلحاد عنده كذا بيقولك لا هناك مبادئ بالإلحاد يصعب على العقل البسيط فهمه ما هي بيقولك الأقوى التطور مثلا يعني اذا احنا اكتشفنا انه في طفل بالديولة مشوهة خلوه نقتله هذا موضوع إنساني موضوع إنساني انه هذا الإنسان حيربه مشوه حيربه معاق حيربه كذا 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 يعني فيه أمور صعبة شوية بالمشاعر ما فينا نتقبلها بمشاعرنا نحن كناس ما فينا نتقبلها إنما بالمبدأ إلى وقعة هي إلى قانونة شو يعني بيقولك هذا هذا الطفل حيعيش مشوه حيعيش معاق حيعيش حياة صعبة نتعني فأنا رحمة فيه عمل لك ما تجيبه على الدنيا بعده مش حاسس بشي تمت علي هايدي من المبادئ دعم تتعارض مع المشاعر الإنسانية أما إذا دخلنا بالصلب 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 أعترض يعني كفكر الحادي يعني أنت عم تحكي إنه هالطفل ييجي مشوه الفكر الحادي لا فقط إنه أوكي ما نجيبه على هالدنيا نسع جاهبا مساعدا بشان بشان خلي هالطفل ييجي وسليم يعني نعم إنه ما نيرضو بس بحال يعني خلص نفذت كل وسائلنا العلميين ما فينا نعمل بالضبط بالضبط الملحد سليحه العلمي وهذا الملحد يتحصن دائما بالعلم لذلك ما فيك تجي تنقشوا للملحد الملحد دائما عنده المسلكي العلميين يحصن نفسه فيه أما المؤمن محفز نفسه بنص أنت علي؟ حرور حرور ظروفة ظروفة لا تسمح أن يجيبوا طفل أما هذه المرأة حبلت هم يعني بقى لها روحي 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 الولد يعني بعدها بأشهر أول أو شهر عند المسلمين أنت كأنك هذات عرش الله هذا الكلب على كل قصة بين هذا بس يا صديقي أني ماني قادران أو مش قادران حاليا بيكون عندي ولد مثلا رح يدمر لي حياتي هذا الولد حيعيش هذا الولد بفقر لماذا بدي يجيبه على فقر أما المسلمش بيش بيقول لك ما بيشغل عقله بيقول لك الله بعثه يا حبيبي لا مش الله بعثه ليلة سوداء مطفة ضو كنت انت ويها اجهل ولد مش الله مخص الله تنتبه المبدأ انت وياها كنتو عم تشتغله وصار الغلط يعني فيه مبادئ المسلكية الحديدة بتقول لك شغل راسك شو بك تعمل بدك تجيب ولد أدران مش أدران كذا 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 يعني مبادئ يعني مبدأ ما بيدمرك مبدأ ما بيدمرك اطلق قانون يطعاط معك لمصلحتك لعقس القانون الإسلامي خلص حبلة لازم الله بتفوت عجهنم بده يشويك بده يعمل لك بطاطة مسلوقة بده يسلخ لك جلدك يرجع طلع لك جلد يرجع يشويك بده يضله يشوي فيك ويسلخ يحرق إختها القصة يعني يعني يرجع بيلك الروح وما الرؤ يعني بصراحة بدك تجيبها الولد كمان إذا يعني إذا إجا وبدأ صار كافر مثلك يعني بده يسلخ وربك يعني بكل مثل قصة العبد الصالح هذا العبد الصالح راح يعني معه موسى يوصل اللونيك بلايه ولد قاعد يعني ما عم يعمل شي قاعد الولد في الولاد عم تلعبه هذا الولادات بيوصل العبد الصالح بيشير سايفه وبيقتش له راسه بيقول موسى بيقول له ربك لي خلقك لي عملك شو عملت؟ قال له هيدا قاعد يطلع عرصة قاعد يطلع أزعر وسيخ فنحن منعا لأنه يصير أنه يجبك شو عليك بربه؟ شو عليك ما أدفعون؟ لك هالقصة ما أسألها شو عليك بربه؟ تركه؟ أنت بتقول إنه الله منحك العقل أو الدماغ والنخاع الشوكي والأعصاب عشان ما يبقيفه مش يعني عقل لا تفكر وتختار طريقك شو عليك رح تقتلت ربه لهذا الصبيب ربك بيعلم الغاب أوكي بس تركه لهذا الصبيب هو مثل ما أنتو بتدعو إنا أهديناهم نجدين أما شاكرا أما كفورة هاي اي 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 أنا على فكرة حافظ لصنا القرآن يعني حتى ما أحد اطلعت فلسفين أما شاكرا أما كفورة نحن قلنا لك من هون بتفوت على الجنب من هون بتفوت عمار أبو بتشكرني وبتعبدني وبتفوت على الجنب يا بتكفر فيني وبتروع على الجنب طيب انت ليش يتقتلتوا لهذا الصبيب هل بيقلك اسوة بوالدين حتى يكون مع أولاده بالجنب مع بي وأمه بالجنب طيب ماشي بيقلك تبليك شو شعورك انت بكرة شوف التناقض العجيب حتى يكون مع بي وأمه بالجنب وما يفتقدوله فأني قتلته اعتبر شهيد بفوت على الجنب نيح معي انت لهون بيجو بقوله انت شو بكرة شعورك وقتلي خيك بنعره انت بالجنب معقولة هتتقبلنا الفكرة شو شعورك بيقلك ما بالجنب بيقلك ما بالجنب انفصل ما في لا خي ولا بي ولا أم لك يا ابن اللازينة ما قد شوية عم بتقلي في طفل انقتل عشان يكون مع أمه بيه هلأ ببعطي لا بي ولا خي ولا أم كلمين بحاله تنفصل المشاعر بيتناقضوا يعني المطرح بيحكيك شي بمطرح بيتناقضوا بيتناقضوا انفصال بشخصوات المؤمن والواقع المفصام يعني مفصام شخصية بأرقى المعايير يعني خبالي هادي هادي واحدة من الاسدواجية يعني المطرح قتلوا لاش قتلوا عشان يكون مع أمه بيه من جنب انت كيف تفوت على الجنة وخيك بالنار مش صعب عليك انو خيك عم ينشوي بسترمة واني عمل فيه شاورمة وانت عدلي مع سبعين حورية وكل سبعين حورية إلى سبعين وصيفة يعني بادة عارة مفتوح لألك بلاش يعني يالن يعني بادة عارة بلاش بالعكس اني بيشتغله كمان يعني وحيزودوك بقدرة جنسية يعني يعني يعطيك قدرة جنسية يعني اسمه اللي معك ما بينام شغال 24 24 نازل شغل 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 فبادة عارة مفتوح يعني سؤال يعني انت مرتاح نفسيا انو خيك وامك وبيك عم ينشوي عم ينعمل فين شوارمة وانتي عم تنكح بيقلك لا ما بيجني الروح وغير الروح وغير يعني انت انفصل عن عالم الشعورك في خيام هلأ قتلت ولد انت هناك كرامة شبك بيسكت يا كافر يا لعين يا زنديق لعنة الله عليك اماك ما عرفت ربتك انت واحد مرتد يلجأ لهذا الأسلوب ما عنده رد ما عنده رد دايما بس يشتمني شخص انا بمبسط جان لا اعتبر انه اعتبر انه فاشل ما عم يقدر رد علي رد علي عم تسمع كلامي رد علي مثل اعمل لك قبل شوي كنت شفت مقاطع لك من الفيديو ثلاث دقايق احطوطه على صفحة هون صفحة هون لقيت مقطعيني عم تحكي فيه انت يعني فما عنده رد مثل هون عم يشتمو اللي حاطت الفيديو يعني ليه عم تشتموه ردوا ردوا هذا الزلم يطرح فكر انا هلأ جيت عم قول انه فيه بشريعة دراكولا ابن تيميه هذا مصاص الدماء بيقول انه تارك الصلاة يقتل ساقع ما بيصله اذا مش 70 بالمية ما بيصله ما بيصله وفيه ناس بتصلي بتقطيش بتقطيش نهار و اثنان بعرفهم انا هذا كله بدي يقتل كله باكتقصده كله باكتقصده بس ظبط ايواء انت يعني ابن بيئة مسلمة بتعرفها انا بعرف ناس ما بتروح الصلاة غير واجه هذا كله باكتقصده يا ابن ملك بس هواحكي كمان انا واحد من الناس قديمة بس باكتقصده غير برمضان بس باش شعر واخرع القرآن. بقى الأشعر مش سألين لها الله ولا يعلم. بس باد الشعر. موسم يا الله طبعا. هو موسم الله كده. هادي الناس كلا بك قطلها مين هايدا؟ مين هايدا اللي حطها هادي الأحكام؟ لا. كله بده دم 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 يحرق حريش كنيوان. شوفونا رينا. أخي دانيان نحن وصلنا لنهاية الحلقة يعني. بدنا منك كلمة أخيرة لجمهورنا جمهور البرنامج و لعموم الناس يعني شو بتقول تفضل. أتمنى يكون الوضع الطبيعي يعني بالنت. ترجمة نانسي قنقر. على كل حال أعزائي المشاهدين ما بعرف شو صار بالخط بيننا وبين الأخ دانيال و كان بدنا بس كلمة أخيرة من الأخ دانيال بس يظهر النت فصل معنا. نحن بنعتذر طبعا للعطل الفني و على كل حال نحن وصلنا لآخر الحلقة و كانت حلقة شوية يعني غير اعتيادية من حلقاتنا. و أنا كنت مستمتع جدا يعني مع الأخ دانيال و شكرا لحضوره و شكرا لتلبية الدعوة و نتمنى يعني نتمنى نشاهد الكثير يعني من أصدقائنا الملحدين يطلعوا يجهروا معنا. و أهلا و سهلا في كل إنسان ملحد يريد أن يجهر معنا بهذا البرنامج و طبعا لا تنسوا تشاركونا بالتعليقات و تشاركونا بالتعليقات و تشاركونا بالفيديو و يعني نتمنى يعني نتوسع معكم و فيكم نكبر مثل ما ما نعرف يعني و تمنى لكم أوقات سعيدة و شكرا لكم و شكرا للمتابعة إلى اللقاء إلى اللقاء في حلقة قادمة شكرا. ترجمة نانسي قنقر